بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً مرحباً بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي على قناتكم قناة النادي الأهلي ومحطة مهمة جداً 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 في مسيرة النادي الأهلي نحو استعادة إن شاء الله الدرع الغائب عن دولاب الأهلي بفعل فعل طبعاً حضراتكم عارفين الكواليس لكن النهاردة فعلاً مواجهة مهمة هي مواجهة مهمة ليه للنادي الأهلي؟ للنادي الأهلي عايز يحسم بدري عايز يحسم بدري علشان فيه أهداف تاني طبعا مستر كورا عنده أهداف تانية المنظومة أو النادي أو لجنة الكورة أو المشرفين المسؤولين عن الكورة ليهم أهداف تانية يعني نخلص الأول وبعدين نبقى نشوف إيه الأهداف التانية ولكن إحنا فعلا عايزين نحسم البطولة بدري بإذن الله والنادي الأهلي هيحسمها إن شاء الله إن شاء الله زي ما كأ يعني أنا أتمنيت كده من حلقتين فربنا يكرم وإن شاء الله نحسمها واجهة طبعا النهاردة قدام نادي كبير نادي الاتحاد سكندري ولقاء أصلا مؤجل من الإسبوع الواحد وعشرين للدوري المصري الممتاز ماتش صعب دم فريق محترم ليه باع طويق البداية كانت نادي الاتحاد السنة دي كانت كويسة جدا وإن كانت نتائجه من منذ بداية الدور الثاني متراجعة كتير لكن هي لا تعبر عن مستوى الفريق الحقيقي هنتكلم في الحاجات دي فنيا مع نجمنا الكبار ولكن قبل ما نستفيد بقى في مباراة النهاردة والأمور الفنية عايز أكمل كلامي اللي أنا بدأته المرة اللي فاتت أو الستوديو اللي فات جزء الثاني لفيلم الليمبي أيها في نادي كده أو في ناس كده عاملين زي الإففيل اللي قلتوا لحضراتكم الحلقة اللي فاتت لما الليم بألف أحد الأفلام أنا جاي معاكم عافية جاي معاكم مش مهم جاي فين ولا هنعمل إيه لا أنا جاي معاكم شمعنا النادي الأهلي هفكركم بالجزء الأولين كان في مسؤول في النادي ده قال إنه هيبعد شكوى الانتحاد الأفريقي ويقول لهم خدوني زي ما خدتوا النادي الأهلي استنى الفاتوى من مركز الثالث ألعب في دوري الأبطال شمعنا الأهلي أهلي كان في مركز ثالث ولعب دوري الأبطال وقلت لحضراتكم الستوديو اللي فات الموضوع كله وكواليسه ده جاهل طبعا هو مش جاهل هو عارف الحقيقة ولكن هو بيتكلم عشان يحط الأهلي في الموضوع كلمت بقول لحضراتكم كتير جدا حلقة اللي فاتت لكن هو نسي حاجة مهمة جدا 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 هفكروا بيها عشان برضو يكملها في بقية الشاكوى ده لو وصل وبقى ثالث لأن هو لحد وقتنا هذا مش ثالث هقول له لازم كمان تضيف ملحوظة ليه تشارك بس زي النادي الأهلي لا ده أنت لازم كمان تعمل شرط أنك لازم تكسب البطولة زي النادي الأهلي مش النادي الأهلي كان ثالث وكسب دوري الأبطال وقلنا بلكده التاني أو الثالث دي يعني من الحاجات الصعبة جدا 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 اللي تتكرر في تاريخ النادي الأهلي فأي بطولة خد التاني أبل كده خد التاني أبل كده بس مزاي ناس متعودة على التاني خدنا ثالث يعني سنوض يعني قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة ده وضعه طبيعي في الكور ولكن بقى اللي الناس كلها عارفاه والمسؤول ده عارفه إن وانت تالت تعرف تجيب بطولة وانت تاني تعرف تجيب بطولة وانت أول تعرف تجيب بطولة الحاجات دي ما عملهاش غير النادي الأهلي والمسؤول ده أو اللي كان مسؤول ده وكل الجماهير بتاعة الأندية مجتمع احترامي لجميع الأندية على فكرة أنا هنا لما بتكلم بنتقد بنتقد كلام بنتقد أفعال بس نقد مش تجاوز احترامي كبير جدا 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 لجميع الأندية بدون استثناء ده الجزء الأولان الجزء الثاني بقى عجيب جدا ويعني أكتر دهشة في قناة من دمن القنوات الفئوية اللي حضراتكم عارفين المزعين اللي في القناة دي أقول إيه عاملين صرادق للعزاء عشان النادي الأهلي كسب لإسماعيل ويقولك ليش معنا الأهلي يكسب لإسماعيل ليه النادي الأهلي يكسب لإسماعيل حرام النادي الأهلي يكسب لإسماعيل وهم يخسروا من إسماعيل هم من ساعة المتش شغالين فتن وتحليل مش فني بقى ما بيحللش فني بيحلل ومسك في جزء تحكيمي والجول اللي بتاع النادي الإسماعيل اللي تلغى في ماتش الأهلي والإسماعيلي وعلى فكرة لو وقفنا في حتة الجول دي أولا اللعب اعترف بعدم صحة الهدف دي أول حاجة مدير الكرة ولو أنه أحد الزملاء الأعزاء مدير الكرة كابتن أحمد العجوز أحد الزملاء الأعزاء ولكن كابتن أحمد لما طلع في أول تصريح أو أول مدخلة قال إيه قال إن هو سأل للعب واللعب قال فعلا إن الكرة جات في رجله وإيده كويس قوي ولكن هو كابتن أحمد كان لحد اللحظة دي ما كانش يعرف إن القانون تغير لما تجيب منها جول مايتحسبش الجول لما تجيب منها جول مايتحسبش الجول ولكن كابتن أحمد واللعيب كانوا بيجهلوا إن القانون تغير ده الجزء الثاني الجزء الثاني بعد كده طبعا إحنا عارفين اللي حصل بعد كده وأنا مش حتى تترقله مش هتكلم فيه لأن الوضع الطبيعي آه إن أنا إيه مش كمسؤول إن أنا عايز أرجع في كلامي بقى أنا عايز أرجع لأن عليها ضغوط جمدة جدا وأنا عازر اللعيب وعازر برضو المسؤول لأن عليه ضغط جمد جدا 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 فارجع في كلامه على طول ناشي نما في البداية الرجل أعترف إن الكورة جت في رجله وإيده ودخل الجول إذن الهدف غير شرعي أو غير صحيح طيب المجموعة بقى اللي مش مقتنعة لحد دلوقتي وعملة تشكك ليه الندي الأهل يكسب الإسماعيلي ليه وحصل إنهم اتفقوا اتفقوا على مكلمة مع واحد من السماصرة مش مسؤول في النادي الإسماعيلي مش مسؤول في النادي الإسماعيلي أحد السماصرة اللي كان فعلا على الموعد وسمع بقى الكلام طبعا هاتي يا تمجيد في الناديهم ويقولي الحق ملناش دعو بيهم دي ملناش دعو بيهم ماشي فيش مشكلة إنما اللي قالوا بعد كده أساء أساء لناس كتير جدا 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 على رأسهم المنظومة في النادي الأهلي مجلس الإدارة جماهير النادي الأهلي العظيمة طبعا كان واضح إن ده بالاتفاق كان ده بالاتفاق بدليل إن السمصار ده عمل مداخلة في إحدى القنوات العامة بعد كده النغمة والصوت والمعلومات كلها اختلفت إنما في القناة الفئوية المزيع جارجارو هو المزيع جارجارو عشان بيحب النادي الإسماعيلي لا طبعا لا هو الغرض إنك تعمل فتنة مع النادي الأهلي وخلاص على طول كده هي واضحة هي واضحة كده وتلاقيه دايما حاضر ببعض الأراء اللي هي مش في مصلحة النادي الأهلي في أي لقاء للنادي الأهلي حتى مش داخل الجمهورية مصر العربية مع أي نادي جمادية لا مع أي نادي عشان يعمل فتنة وبس سواء بقى جوه مصر أو بره مصر ولو نفتكر ونرجع وره للتاريخ شوية من ساعة مباراة الأهلي في نهاية عشرين تمنتاشر أو الفين وتمنتاشر عمل فتنة وقصارة لجماهير الترجي حتى إنها اعتدت على حافلة النادي الأهلي وبعد كده مع الوداد والرجاء واللال السوداني والمريخ وكل حضراتكم فاكرين بس مش عايزة تكلم في الموضوع ده يعني سمومه كلها ضد النادي الأهلي مش حبا في الأندية دي لا بره مصر ولا جوه مصر ولا بره مصر مع كذا وكذا وكذا اللي أنا قلتها لحضراتكم ولا جوه مصر مع الإسماعيلي والمصري والاتحاد وأسوان لا لا ما فيش حاجات دي خالص لكن السمصار اللي جابه مشي وراه وتكلم معاه لو اتكلمنا بقى على السمصار ده السمصار لغبط في الكلام كتير جدا 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 ولغبط في الجمهور بتاع النادي الأهلي ولغبط في المنظومة وبعدين راح جاي كمان جاي كحالة عمرح جاي قيل بيت شعر إذا كان ربه البيت بتضفي راح بدل ما يقول ضاربا قال ضاربا يعني والغريب أن أنا عرفت بعد كده أنه هو المفروض أنه هو إعلامي يعني إعلامي وطلع عامل نفسك لأستاذ حمام طب يعرف الأول الرغة العربية وبعدين بقى أطلع يتكلم قول بقى بيت شعر بس بيت الشعر ده على فكرة مش جديد عليه ولا على البيئة المحيطة بيه لأنه اتعامل كتير مع ناس وشاف سمع وشاف بيت الشعر ده فيه أوقات حية في بعض الأندية اللي هو مقرب منها قوي وبتعامل معها بيت الشعر اللي هو قاله غلط إذا كان رب البيت بيتضف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص ده طبعا بيقصد الناس اللي هم بيتعاملوا معاه أو هو بيتعامل معهم ده وضع طبيعي وده سمصار سمصار للعبين اللي هو عامل قلبه على النادي اللي هو منتمي لي هو مش منتمي لي على فكرة هو لحد دلوقتي مش مسؤول خالص الآن هو غير مسؤول في النادي اللي كان بيتكلم عليه في المداخلة والمزيع اللي جابه كان عايز يعمل بلبلة وإصارة بس ما يهموش هو بقى لسماعيلي المصري المهم يعمل إصارة وبلبلة وفتنة بين الجماهير وبعضها ولكن للأسف السمصار ده شارك في المسلسل الفاشل ده طب أنا هقول لحضراتكم وقعتين بس عشان تعرفوا بس هي ماشية ازاي وإن السمصار ده ما بيدفعش على النادي ولا حاجة السمصار ده كل اللي يهمو مصلحته والسبوبة السمصار ده اللي طلع غلط في النادي الأهلي في القناة الفقاوية اللي احنا عارفينها خد لعيبة خد لعيبة بتاعة النادي الإسماعيلي وراح بنفسه يوديهم للنادي المنافس راح بنفسه يوديهم للنادي المنافس اللي بيقول على نفسه منافس وجمهور الإسماعيلي ساعته اعترض واتكلم كتير جدا وكان فيه ثورة وشفنا شفنا في الوقت ده حارس النادي الإسماعيلي ووده ثلاث مرات يقعد مع مسؤولين النادي اللي بيقول على نفسه منافس لحد في الآخر ما هو راح وطبعا ده شغل عمولة فلوس عشان بس ما عادش يقول ايه لان انا سمعت له التصريح كله اللي هو قاله وهتكلم بالأرقام طيب لعيب تاني في النادي الإسماعيلي مازال في النادي الإسماعيلي ولكن هو ماضي للسمصار ده يعني السمصار ده وكيله في يناير اللي فات خد اللعيب ده او في الصفر اللي فات خد اللعيب ده وده وعرضه على النادي اللي بيقول على نفسه منافس ده مش وده النادي كمان ده وده بيت الرجل اللي كان مسؤول ايوا بيت اللي كان مسؤول يعني العملية كلها مش حب للنادي اللي هو بيتكلم عليه هو حب للمصلحة حب للسبوبة هو طلع غلط واساء اساء كتير جدا 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 اساء لنفسه في الاول وبعد كده اساء مش عايز اتكلم لانه هتبقى شهدتي مجروحة لانه هتكلم عن نادي الاهلي نادي الاهلي اللي بيدي دروس كل يوم بس المهم مين يتعلم هو اساء للمنظومة والمجلس ادارة وللجماهير نادي الاهلي انا بس عايزه يسأل الجماعة القدامة اللي هم في الاسماعيلية فترة التهجير من 67 ل 72 النادي الاهلي ده على فكرة النادي الاهلي ما كانش بيمنه عن النادي الاسماعيل لا لان العلاقة بين النادي الاهلي وبين جميع الاندية علاقة بيربطها دايما حب ود واحترام اسأل اللعبة القديمة اسأل الجماعة اللي ربنا ديهم الصحة ولسه عايشين النادي الاهلي عمل ايه في الفترة دي مع الاسماعيل وده ما بقولش حضراتكم زي ما بقول لحضراتكم ده مش من من النادي لا لكن ده استمرار للعلاقات الكبيرة جدا 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 بين النادي الاهلي والجميع الاندية كلنا بدون استثناء فاكرين نهاية كاسة افريقيا لما النادي الاسماعيل كسب الانجلبير هنا في مصر وخذ بطولة افريقيا كلنا كلنا بجميع انتماءاتنا انا كنت يمكن لسه صغير سعيدة كان عندي سبع سنين او ست سنين وشوية ولكن فاكرنا ماتش كويس جدا وكلنا لان كان النادي الاسماعيلي اول فريق افريقي ياخد البطولة كلنا كنا بنشجع النادي الاسماعيلي بجميع انتماءاتنا ومازالت العلاقة حتى الان بيننا وبين النادي الاسماعيلي بيننا وبين النادي الاسماعيلي علاقة تربطها الحب والموادة والتغدير والاحترام النادي الأهلي مع جميع الأندية كده ولكن اللي حصل أنا برد عليه بكل أدب لأنه هو زي ما بقول لحضراتكم أساء للكثير وقال كلام كتير جدا جدا برضو هتكلم فيه هو قال لك إيه قال أنتو عايزين أكتر من كده ده أنتو فضيته النادي الإسماعيلي من لعبته وخدتوها عايزين أكتر من كده إيه عايزين تموتونا عايزين تقتلونا النادي الأهلي ده إحنا لو جئنا بالأرقام حتى أكتر من 36 37 أو 38 لعيب بالزبط راحوا من النادي الأهلي للنادي الإسماعيلي طيب لما النادي الأهلي الوضع الطبيعي أنت بتاخد لعيبة من جوة مصر أكيد هتاخدها من أنديا في مصر ده الوضع الطبيعي كويس تعالوا نشوفها بس واحدة واحدة ونتكلم فيها واحدة واحدة نادي الأهلي لما كان بياخد لعيبة من النادي الإسماعيلي طيب يا إما بتاخد لعيبة من النادي الإسماعيلي بيع وشرة إدارة وإدارة يعني معنى كده أنا مضربتكش على إيدك أو خنقتك أو لو إد راعك عشان أخد اللعيب ده منك دي أول حاجة اللعيبة بقى اللي هو بيقول عليهم اللي هما أسروا في مسيرة النادي الأهلي كلهم بدون استثناء اللي هما جم جايبينهم مش من عن طريق النادي إسماعيلي لأ جايبينهم من أندية بر فقال لك إيه ده من ضمن الكلام برضو قال لك إن النادي الأهلي كان بيتفق مع اللعيب عشان يوديه بره يبقى محطة وبعدين يجيبه من بره يعني أحمد فاتحي مثلا ناخد على سبيل المثال أحمد فاتحي أحمد فاتحي راح يلعب في الدوري الإنجليزي في الدوري الإنجليزي اللي هو أعلى دوري في العالم أعلى دوري في العالم فنيا ومديا وكل حاجة وجمي هيريا كل حاجة علشان أحمد فاتحي يسيب الدوري الإنجليزي اللي هو حلم لكل العيب في العالم وييجي مصر تاني للدوري المصري عشان يلعب في النادي الأهلي دي محطة يعني أنا أي العيب أي العيب متزم ما ده كلام يعني أي العيب يعني لو الأهلي مثلا بيعمل كده طب ماشي أود دي ما احترامي برضو لجميع الدوريات في العالم أحطه في حتة مثلا قريبة كده شوية وبعدين أبقى أجيبه لو إحنا ما اتفقين إنما وديه الدوري الإنجليزي وأجيبه من الدوري الإنجليزي على النادي الأهلي أو الدوري المصري إيه الكلام ده إيه الكلام ده طيب نجي على اللعيبة اللي خدها النادي الأهلي من نادي الإسماعيل مباشرة هي مش بعشرة مش إدارة وإدارة لو أنت بقى عايز تلوم لوم إداراتك لوم إداراتك لو أنت عايز ولو جنا يعني لو جنا شفناهم مش هيتعدوا على أصابع اليد الوحدة تعال شوفي أنت بقى قدام الكلام ده واخد أكتر من 36 37 لعيب من النادي الأهلي اللي يقولك النادي الأهلي بيفضل لعيبة من نادي الإسماعيل هو اللي واخد لعيبة من نادي إسماعيل ده اللعيب الإسماعيلي هم اللي بيجيبوا البطولات للنادي الأهلي بالأرقام وإذن بقول لحضراتكم بالعقل كده بالعقل إنت لما بجيب لعيب من مصر من تأكيد هتجيبه من نادي ولا هتجيبه من نادي لما تتكلم تتكلم بعقلانية شوي عشان لو قدامك كمان لما يجي اسمع كلامك يبقى يبقى أنا حاول الراجل ده لا ده بتكلم صح ده مش عايز يهيج وبس مش عايز يهيج وبس طيب المشكلة إن أنت السنة دي خلي بالحضراتكم اللي أنا طبعا هتكلم فيه دوت أنا طبعا فيه مناوشات بتحصل من الجماهير ما بين الجماهير وبعضها طول عمرنا طول عمرنا فيه مناوشات بين الجماهير وبعضها لكن بالنسبة لك التجاوزات ما هتقول لي بقى يبقى أنت راضي عن التجاوزات لا أنا برداش عن التجاوزات أبدا أبدا بس ما تفاهمنيش إن كان فيه البعض من جماهير الأهلي بيتجاوز والناس التانية عمالها مش هتكلم برضو عشان أنا مش عايز أتكلم على الغير مش هتكلم طيب والماتش اللي كان من شهر شهر وشوي جمهورك وجمهور النادي المنافس أو اللي بيقول على نفسه منافس والشتايم والسباب الجماعي اللي حصل في الملعب ولا حد تكلم فيها ولا حد تكلم فيها ولا حنا أتكلمنا احنا ملناش دعوة احنا ملناش دعوة غير بالنادي الأهلي يمكن فيه ناس هتقول لي انت ردت عليه ليه انت كده عملتله إيه ما إنت عملتله لا أنا ما بردش عليه أنا برد على واحد أساء واتكلم بصورة غلط عن النادي الأهلي ورموزه وجماهيره العظيمة فأنا برد وبرد بوقائع مش هغلط فيه أنا برد بوقائع ولازم أرد يعني الوضع الطبيعي واحد فيه قناة النادي الأهلي وحضرت يعني سنين كتير كنت متواجد وعارف جمهور نادي الإسماعيلي وجمهور نادي الاتحاد وجمهور نادي الزمالك كل الجماهير بدون الاستثناء كان بيبقى فيه منواشات بينهم وبين بعض تجاوزت ما بنحبهاش ولكن حتى لو فيه قلة قليلة من الجماهير تجاوزت مش هي لوحدة مش هي لوحدة استكمالا بقى ليه موضوع الفتنة أو حرب الفتنة اللي بيعملها مزيع الفتنة الضغط اللي بتعمل على الحكام قبل ماتش الأهلي والزمالك هو ده بتعمل ليه بتعمل ليه عشان لو فيه حكام مصريين الحكام تتأثر بالضغوط لصالح فرقاته لصالح فرقاته بدليل انه دلوقتي بقى بيصيط بيصوط وعمال يعيط وهذه الكاعيات تجعر ايه بقى عايزين حكام أجانب واللي كان مسؤول عندهم قال مش هنلعب الماتش ده إلا بحكام أجانب كل ده كلام بس في القناة دي لا طلب من اتحاد الكرة حاجة ولا بعتلهم طلب انه عايز حكام أجانب وبس بيعمل ده ضغط على الحكام ضغط على الحكام احنا او خلينا اتكلم انا عندي ثقة في معظم الحكام المصريين او غالبية الحكام المصريين رغم اننا في بعض الوقات بنتضرر منهم بس كل مرة بنقول ايه اه جزء من اللعبة الاخطاء وردة جزء من اللعبة لكن لو جابوا حكام أجانب بقى ضغط بالنسبة لي حكون افضل ده انا كسبتك بحكام مصريين حكام خلايجة حكام أجانب جايين من اوروبا نقص حكام من هند وحتى الأفارقة كسبتك بيهم اللي عايز اقوله الاتحاد الكرة والحكام يا ريت ما نتقصرش بالضغوط دي يا ريت ما نتقصرش بالضغوط دي كل اللي بنطلبه في الآخر العدالة للجميع العدالة للجميع طيب الفترة الأخيرة هكلم عن الفترة الأخيرة عشان في الزاكرة بس أكتر نادي استفاد من التحكيم في بطولة كاس مصر اللي احنا بنلعب فيها وصل وتخطأ كل المراحل حتى الآن وصل لحد فين سيمي فاينل أو قبل النهاية وصل ازاي بوم ساعدة من الحكام هتقولي بقى أخطاء متعمدة أو أخطاء مش متعمدة لا 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 دي واضحة ومش محتاجة كلام خالص 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 من أول إن دي درجة تانية اللي كان ليه ركلتين جزاء محدش أبداً يختلف عليهم محدش أبداً يختلف عليهم حتى بما فيهم مشجعي الفريق اللي بيقول عن نفسه منافس ده الحكم اللي بيحلل في القناة دي اعترف وقال الفريق ده ليه ركلتين جزاء وقال إن فيه فرق صعدت بمساعدة أخطاء الحكام زي ماتش النهاردة أو الماتش اللي هو كان يقصدوا ساعتها مع الفريق بتاع درجة تانية اللي هو في الكاس وبعدين بدل ما يجيبوا بقى الحالات ويعرضوها قالك إيه لا أصل فيه عطلة عندنا فمش هنقدر نجيب اللقطات أنا بس عايز حكامنا المصريين ينتبهوا شوية للحملة الشرسة اللي بيتعرضوا لها اليومين دور هما بيتعرضوا لها ليه؟ لغرض معين بس بيعمل عليك ضغوط عشان لما تنزل تجامل النادي ده تجامل النادي ده وتجي على النادي الأهلي في المت fluoresق اللي الجاي لو الحكام مصريين ده ده هو اللي عايزه ده اللي عايزه النادي الأهلي مش عايز مجاملة من حد النادي الأهلي لا في الأول ولا في الآخر عايز مجاملة من حد لا النادي الأهلي ماشي في سكته من ساعة ما أونشئ حتى وقتنا هذا أنا بس عندي اقتراح عايز أقوله للمسؤولين عن القناة دي هي قناة فئوية باسم النادي اللي بيقول إنه هو منافس كويس 70-80% من كلامهم على الكبير بس على النادي الأهلي بس هجوم عن النادي الأهلي تحليل مباريات النادي الأهلي طريقة لعب النادي الأهلي طب أنا أقول لكم حاجة بسيطة جدا 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 ما تيجي نسميها الأهلي تو مثلا أو معارضي الأهلي أو ضد الأهلي ده ما بتتكلموش على ناديكو قد ما بتتكلمو عن النادي الأهلي دي القناة دي مفتوحة عشان خاطر تتكلمو عن النادي الأهلي ده هيكون على فكرة ماشي مع مضمون القناة دي بصورة كويسة قوي 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 عندي كلام كتير جدا أقوله ولكن الوقت بالنسبة لي طبعا وقت دي فخليني بقى أروح لماتش النهاردة قدام نادي الاتحاد سكنداري مبارا جمهرية ولكن خلينا خلينا في البداية نروح لزميلنا محمد توفي من فندق لقامة نتعرف منه على آخر الأجواء قبل مغادرة لعيبة الفندق لقامة فضل محمد سهل الخير كابتن أيمان فيه تمام السابعة مساء كان طبعا فريق على طول عقم مباراة الإسماعيلي تناول وجبة العشاء وخلوه تماما إلى الراحة من الثاني يوم على طول مستر مارسل كولر بدأ الإعداد لمباراة اليوم مباراة في غاية الأهمية أمام فريق كبير فريق التحاد السكنداري خاصة فضل سعي النادي الأهلي لحسن بطولة الدوري اللي بيتبقى عليها فقط خمس نقاط بإذن الله يا رب العالمين كان أول يوم على طول في المعسكر يفتن أيمان المعسكر المثالي جدا كل سبلة الرحة متوفرة للفريق كان طبعا ملعب التدريب ملعب رائع جدا داخل فندق لقامة كمان ممكن فيه صالة جيم مجهزة للعابين لعملات الاستشفى وكل التسليلات موجودة سواء غرفة محاضرات غرفة طعام كلها منفصلة بشكل تام عن جميع النزلاء الفندق ممكن فريق زي ما قلت الحالك في أول يوم خد ميران قوي جدا فيه تمام السادسة بالطبع المجموعة اللي قدت مباراة إسماعيلي بشكل أساسي ممكن بس قدت ميران استشفائي خفيف لكن بقى المجموعة خد ميران قوي جدا كمان سبق الميران محاضرة بالفيديو الجهاز الفني في جهازة مستر مارس الكولر كلم مع اللعبين عام مباراة الاتحاد أهم خطوط اللعب فيهم منقاط القوة ونقاط الضعف وإدراستها بشكل عام ممكن من خلال المتابعاتنا هنا داخل معسكة لابتن عامل مستر مارس الكولر ما بيسيبش يعني اللابتوب بتاعه على طول بيذاكر على طول بيتفرج على فيديوهات على طول مشغول بأي مباراة بيخدها النادي الأهلي تاني يوم على طول يمكن انبارح اليوم اللابس بيسبق المباراة بشكل مباشر كانت ختام السادات بمران قوي جدا خضوا الفريق مكتمل الـ 24 لعب الموجودين في قائمة الفريق وفيه تمام السادسة مساء ممكن على طول المران بدأ ببعض التدريبات والإحمايات والجمع البدنية ومن بعدها على طول تدريبات الكرة واختتم بتقسيمة قوية جدا شارك فيها كل اللاعبين ممكن كل اللاعبين كانوا حارسين ان هما يظهروا بشكل أكثر من رائع للفتي طبعا انتباه الجهاز الفني ويكون لهم فرصة فيه البدء والمشاركة فيه هذا اللقاء ممكن طبعا كان قرار حسن جدا من مجلس الإدارة وكمان الجهاز الفني ان يكون فيه معسكر هنا في الأسكندرية ما بين مباطع الاتحاد والإسماعيلي خاصة في ظل ضغط المباريات والإجهاد اللي بتعرض الفريق في فترة أخيرة كابتن أيمن كان الفريق على طول امبرح بعد التبرين كان فيه عاشة ومن بعدها راحة تامة النهاردة الفريق بالطبع بدأ يوم مبكرا كان الفطار فيه تمام الحادثة عشر صباحا ومن بعدها وجبة الغداء كانت فيه تمام السالسة ومن بعد كده حالا ورما حضرتك دلوقتي طبعا المحاضرة الفنية وآخر النقاط وآخر الجمل الجهاز الفني بيتكلم فيه مع اللعيبة وإن شاء الله التشكيل والسيناريو اللي هيخوض به المباراة بإذن الله يمكن طبعا سبقوا بالطبع فيه تمام السنة عشر ونصف ظهرا طبعا مفترة الاكتيفيشن أو التدريب الخفيف اللي بيبقى داخل الفندق يوم المباراة زي ما عودنا ميستر مارسي الكولر الفريق اختتم السعادة بشكل أكثر من رائع المعسكر كان أكثر من رائع إن شاء الله يقتب سمارو ويباني النهاردة في أداء اللاعبين إن شاء الله يكون أداء أكثر من رائع ونتيجة جيدة والوصول لمقطة 75 عشان يتوقننا فقط مقطتين على حسم بطولة الدور العام كمان يمكن طاقم التحكيم النهاردة كابتن أيمان مكون من حكم الدولي محمول معروف وإثنين مساعدين سامير جمال وإعماد العقاد وحكم رابع صبري إبراهيم على تقنية البار عبد العزيز السيد ورجب محمد زي مقطة حرارة كل الظروف كانت مهائمة في المعسكر نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم كمان عشان كل الحاجات والعوامل المحيطة بيئة المباراة نكون فيها توفيق بإذن الله رب العالمين وبإذن الله التوفيق يكون مع النادي الأهلي وإضافة صلاة نقاط جديدة والتقدم خطوة كبيرة جدا بإذن الله نحو اللقب السلسة والرابعين كمهي كابتن أيمان اتفضل شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق يمكن محمد دايما بيطمننا على الأجواء ولكن هتكلم في المباراة ولكن افتكرت نقطة مهمة جدا 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 والأسف البعض بيروح لها حيثة إن ليه النادي الأهلي ما بيروحش يلعب في اسماعيله طبعا أولا وأخيرا دي دواعي أمنية مش هنيقدر نتكلم فيها هم مفاهمين الناس إن النادي الأهلي بيلعب الماتشين في أرضه النادي الأهلي بيلعب الماتشين في أرضه طيب عشان كده بيقولك إيه هو ليه النادي الأهلي ما بيجيش يلعب عندنا في اسماعيله عشان تبقى فيه منافسة طيب النادي الأهلي ما بيلعبش في أرضه النادي الأهلي زيه زي النادي الإسماعيلي بيلعبه في أرض محايدة يعني إن مش النادي الأهلي بيتجامل في ماتشات الإسماعيلي وماتشات المصري البورسعيدي أبدا عشان بس هم بيحاولوا يصدروا لنا الحتة دي إن النادي الأهلي بيتجامل عشان كده ما بيرحش يلعب في الإسماعيلي طب هو النادي الأهلي لما بيلعب ماتش الإسماعيلي أو ماتش المصري بيلعب على أرضه هنا في القاهرة أرض النادي الأهلي فين أرض النادي الأهلي سد القاهرة هنا وكان قبل كده ملعب السلام برضو هنا طيب نادي الأهلي لما بيلعب مع المصري والإسماعيلي بيلعب فين بيلعب في برج العرب في اسكندرية بيلعب في برج العرب في اسكندرية يعني حتى النادي الأهلي هو كمان ما بيلعبش في أرضه النادي الأهلي ما بيلعبش في أرضه مع أن نخلي بالحضراتكم برضو مش عايز أتكلم النادي الأهلي هو اللي اتقاذب لكده وجماهيره هي اللي اتقاذب بس مش عايزين نتكلم في الموضوع ده النادي الاهلي ما بيلعبش في ارضه برضو فما فيش مجاملة للنادي الاهلي في الحتة دي عشان بس ما حدش يضحك علينا طيب ماشي هو الاسماعيل السنادي خسر 12 مباراة من اللي لعبهم عشان النادي الاهلي ما بيرحش يلعب في الاسماعيل اسماعيل السنادي اتعادل 13 مباراة عشان النادي الاهلي ما بيرحش يلعب في الاسماعيل اسماعيل السنادي كسب اربع متشات بس على ارضه عشان النادي الاهلي ما بيرحش يلعب في الاسماعيل اسماعيل السنادي دخل فيه 37 جول عشان النادي الاهلي ما بيرحش يلعب في الاسماعيل ما احترامي لفرية حرس الحدود ولكنها نزلت للدرجة الادنى ما احترامي ليها وكامل التأدير ليها لما النادي الاسماعيل خسر من فريق حرس الحدود اللي نزل درجة تانية علشان النادي الاهلي ما بيروحش يلعب في الإسماعيلية نقول ايه إسماعيلي خرج من كاس مصر على يد فريق من الدرجة التالتة كل ده عشان النادي الاهلي ما بيروحش يلعب في الإسماعيلية بتصدر بتصدر كلام للناس وشائعات كلها كدب في كدب كلها تضليل في تضليل ويقول لك في الآخر خالص ده النادي الاهلي بيتجامل طب عديني قلت لحضراتكم جزء من الموضوع جزء بس ده احنا لو فتحنا وتكلمنا حتشوف ان النادي الاهلي هو اللي بيتظلم في الآخر ماشي نروح بقى لماتش النهاردة ماتش النهاردة قدام نادي كبير قدام نادي تحاد سكندري ناديين كبار نادي الاهلي وزعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري وكبير الاندية السكندرية فنيا مباراة طبعا هتكون قوية مباراة هنشوف اكيد اكيد المفروض هنشوف مستوى جيد لنادي الاتحاد ليه بقى؟ ونادي الاتحاد حاليا في المركز التام نادي الاتحاد بدأ بداية كويسة جدا وبعدين الامور في الدور الاولاني النتائج شوية يكسب شوية يتعادل شوية يخسر كان في مركز افضل نهى به الدور الاول الدور التاني حصل لنادي الاتحاد مش عايز اقول تدهور ولكن هو قريب من التدهور في النتائج وفي العروض هو ما عندوش حاجة النهاردة يفكي عليه هو متوسط هو في المركز التامن يعني لا بي نفس على المقدمة ولا حتى الانديال اربعة المربع الزهبي ولا بي نفس على الحتة دي مهمة جدا بالنسبالي لان كل شوية اسمع ايه يقولك ايه منافسة على الهبوط منافسة على الهبوط منافسة على الهبوط وللأسف ناس عندهم من الخبرات وناس اعلاميين يقولك ايه ده الفريد ده بي نفس على الهبوط في حاجة اسمها ينفس على الهبوط ينفس على الهبوط يعني عايز ينزل في حاجة اسمها منافسة على الهروب من شبح الهبوط مفيش حاجة اسمها منافسة على الهبوط منافسة على الهبوط يعني كلنا بنتنافس من اللي ينزل من اللي يهبط الأول برضو وانت بتتكلم لازم تعقل لازم تفكر شوية في الكلام اللي انت بتقوله. منافسة على الهروب من شبح الهبوط. هو بعيد عنها خالص. نادي الاتحاد بعيد عنها. هو عايز يصالح جماهيره. لان بقاله كتير جداً آخر 12 مباراة. نادي الاتحاد كسب ماتش واحد. فعايز يصالح جماهيره. فالماتش النهاردة مناسبة كويسة جداً جداً جداً. مباراة لنادي الاتحاد. علشان كل واحد يعبر عن نفسه. ويعبر عن مستوى الحقيقي. يمكن النهاردة بيغيب عنه بعض العناصر المؤسرة. للأسف بيغيب عنه محمود علاء في خط الضهر. وبيغيب عنه إبرايم حسن ومبالولو. ولكن هم خمسة مؤسرين بيلعبوا بصفة أساسية. النهاردة نادي الاتحاد زي ما بنقول كده في الماتشات اللي فاتت الفرق اللي بتلعب النادي الأهلي. بتطلع كل ما عندها. بتطلع كل اللي عندها. هو ماتش مش استعراضي. ولكن كل واحد بيعبر عن نفسه في ماتشات النادي الأهلي. فتوقع إن ماتش النهاردة هيكون ماتش قوي. في ندية وإصارة زي ما تعودنا. برغم يعني إن فيه فرق فنية كتير جدا 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 بين الفرقتين. ولكن برات النادي الأهلي والنادي الاتحاد. بيبقى فيها ندية وإصارة. والنادي الاتحاد النهاردة. بيتطلع إن هو يصالح جماهيره اللي غضبانا منه فترة الدور التاني كلها. هنتكلم كتير على المباراة مع ديوفنا الكبار. اللي هنتلع فاصل. وبعدين نستقبلهم بعد الفاصل. كابتن شريف عبد المنعم. كابتن أسامة عربي. الكابتن عادل عبد الرحمن. والكابتن أحمد بلال. انتظرون. ترجمة نانسي قنقر 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 للأهلي فقط هو في الدوريات كلها عموما في اللعبة لعبة كرة القدم الأهلي بيحطم فعلا أرقام والكلام ده موجود على النتف في أي حتة لو بتخش تلاقي الأهلي هو من الأندية اللي عاملة أرقام مش عايزين نقطع خدت بالك لأنها راحين فيها حتة تانية الحمد لله إذا كان من كم البطولات أو من عدد المبارات وعدد الفوز والكلين شيت اللي أنت بتتكلم عنه ده بيواكب الحقيقة النجاحات دي كلها ناس مركزة في شغلها أو ناس بتشتغل مباراة مباراة بتشتغل على أهدفها بتشتغل على الدوافة بتاعتها بتشتغل على الأسعاد الجماهير اللي هي الحقيقة طفرة كبيرة جدا بعودتهم بيحققوا مع فرقة النادي الأهلي ولعبتهم فرحة كبيرة جدا في كل مباراة بنحس إن ده باستفال أو بنحس إن ده مهارة جوان يمكن إحنا وإحنا عاديين هنا بنحل المباراة بنبقى يعني غيرانين عاديين نبقى معاهم في الملعب لأن الملعب بقى شكله حاجة تانية خلط الحياة بجماهير النادي الأهلي ملعب بقى فيه جارانتي كده إنك هتشاهد مباراة جهيدة جدا هتشاهد أهداف هتشاهد كل ما تتمتع به لأبوذ كرة القدم الدنيا اتغيرت مع نجاحات النادي الأهلي عندك حاجة؟ أه لا كنت أعسألك بس تتوقع مع النجاحات ديات كالعادة إن مستر كولر يغير النهاردة في التشكيل؟ ده أكيد ده أكيد ده ومستر كولر يعني بقعد أحضر الثلاثة أربعة وبيلاجر خالص مستر كولر تحطه في دماغك معاك في عاكتين المردود بتاع كل لعيب في كل مباراة ثاني حاجة المحافظة على كل اللاعبين فهو الراجل مش بيعمل كده اعتباطا ولا بيعمل كده تست طب تتوقع التغيير فيه قبل ما قول تشكيل النادي الأهلي تتوقع يعني خدع فتاح اشتاكل مرة اللي فاتت مفتكرش هو بقى كويس في التدريب مفتكرش هو هيرجع يبتدي بيه يعني يعني ممكن يبقى هاني مثلا يبدأ بيه ممكن ده يرجع هاني كويس ربيعة مثلا ممكن يخش حد مكان ربيعة كوي ماشي لو نص الملعب نص الملعب هيبقى فيه في أفشة هيغير أفشة مثلا كويس بس هيلعب بنفس الطريقة اتنين في نص الملعب مش ثلاثة هيرجع بأربعة اتنين ثلاثة واحد والتشكيل الهجومي دايما بيبقى فيه تغيير ايه الأخبار معاني محمد شريف ماشي كويس ها هيريح بيرستاو لا انا بسألك انا بسألك انا هقول التشكيل طب يعني هو هيبقى بين بيرستاو و أفشة طغير ماشي تشكيل النادي الأهل محمد الشناوي لحراس المرمى محمد هاني زهير ايمن علي معلول زهير ايصر قلبي الدفاع ياسر عبد المنعم ياسر إبراهيم و محمد عبد المنعم يبقى أنا ماشي صح لحد الوقت ماشيين صح لحد الوقت محمد هاني علي معلول ياسر إبراهيم و محمد عبد المنعم سلاسي خط الوسط أليو ديانج محمد فخري أحمد الخندوسي واحد بس و في واحد طار منه و سلاسي المقدمة حسين الشحات بيرستاو و محمود كهربا مرة تانية محمد الشناوي لحراس المرمى محمد هاني زهير ايمن و علي معلول زهير ايصر قلبي الدفاع ياسر إبراهيم و محمد عبد المنعم سلاسي خط الوسط أليو ديانج محمد فخري أحمد الخندوسي و سلاسي المقدمة حسين الشحات بيرستاو و محمود كهربا راح مننا مرهان اعطيه هو بس اللي عايز اقوله هو برضو ميستر كولر بيفكر شوية في ماتش الزمالي في عندنا النهاردة ست لعيبة عندهم انظرين فممكن يكون برضو ميستر كولر يعني عامل حسابه للنقطة دي النهاردة يعني محمد شريف يا كابتن الأربعة التلاتة اللي قدامي حسين الشحات بيرستاو و محمود كهربا و محمود كهربا ده السلسل بس محمد شريف ما عندوش انظر هو لازم يدخل كهربا هو ممكن يكون بيريحه لانه اجهاد ممكن يمريحه للماتش هو كل ماتش بيدي هو لي افكار هو بيدي كهربا مره و بيدي محمد شريف مره ولتنين موجودين في نفس الوقت يعني يعني في نفس الوقت انت دايما بيبقى كهربا بيبتدي و في حالة توفيق بيبقى معاه بيعود محمد شريف و بيكون لي وقت من الاشتراك اخوان هنتكلم في التشكيل بس خلينا نكلم في الماتش الاول كابتن اسامة نادي الاهلي بيسعى اليوم للفوز و اضافت ثلاث نقاط اخرى بيقترب بيوم يعني اللي بقى ان هو مش يلامس درع الدوري ان هو ان شاء الله يجيب درع الدوري مرة تانية ناقص بسعى ايه على الحلو دقة باذن الله ان شاء الله تبقى الدقة المباره القادمة ان شاء الله الاهلي واضح من اول السنة انه مركز في الدوري العام بعد الخسارة لسنتين لزروف يعني كتيرة يعني مركز واضح من البداية السنة وكمان في المراحل الاخيرة او من نص الجدول يعني من الدوري التاني ابتدت الفروق توسع وباين نادي الاهلي في اسرار وتصميم من اللعيبة نحققه البطولات وكمان المكاسب اللي بيحققوها في البطولات الاخرى قدت ثقة وهدوء انه نادي الاهلي عنده قدرة ان يكسب معظم الفرق سواء في الدوري او في افريقيا يعني او كل الفرق تقريبا وديت ثقة اكتر ويدوء برضو للمستر كولر في التعامل مع المباراة طبعا ما هو ادى ثقة للعيبة ادى ثقة للجهاز البطولات اللي انت كسبتها سواء سوبر سواء كاسماسب القديم سواء بطولة افريقيا دوري ابطال افريقيا كل ده ادى ثقة ويدوء للجهاز للإدارة للعبين حتى للجمهور يعني سبك ان الجمهور عايز الدوري يتحسم سريعا ويرتاح لكن ان شاء الله هو الدوري بإذن الله في الظلاب النادي الاهلي يعني انت لسه برضو لسه لا لا ان شاء الله بإذن الله ربنا بإذن الله بإذن الله فالمباراة اللي فاتت النادي الاهلي يكسبها وخد ثلاث نقاط ضفوله يعني او قربوه زي ما انت بتقول خطوات كتيرة قوي من نهاية والنهاردة لو النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله يقدر يفوز على الاتحاد يبقى يعتبر يعني تقريبا الدور انتهى يعني بإذن الله بإذن الله الله خطوة لا ان شاء الله بإذن الله نكسب النهاردة وااحنا نحتفل ناس نقطتين انا رحنا أخد الدرع لا 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 يا عيبي ناس نقطتين من خمس مورات من طرف يعني انت عايز تستن اخد نفسي تعال نزول الدرع بكرة في النادي الاهلي إن شاء الله لما نكسب هاي جيجي على فكرة هو مالش كده ولا هيأجلوه هو مالش كده على فكرة أنا وقلتش كده وقال لك ايه عربنا يعني بصورة شبر اسمي جادا ايو طيب كابتن هادي ثلاث نقاط مهمة النهاردة النادي الأهلي يحتاجهم لحسم البطولة مبكرة ان شاء الله للمبارات قادمة هو خلينا نبدأ بس بحاجة مهمة قوي اللي النادي الأهلي وصلوا في الفترة دي من تناغم ما بين اللعيبة انت بتتكلم في اداء ممكن ما يكونش المية في المية ولكن ميزة النادي الأهلي انه اداءه على طول يعني لو كلمنا من عشرة تليه في الثمانية والسبعة ما بينزلش للخمسة وبتقوم بحق الهدف وممكن يوصل للتقلع مش بحق الهدف بس يعني انا بكلمك في رقم كبير اي رقم من عشرة في كرة القدم الثمانية بتبقى السوبر السوبر السبعة هي اللي بتبقى كويسة اوي صحيح انت بتتكلم النادي الأهلي وسل السبعة والثمانية من عشرة على طول في المباريات اللي بيلعبها كلها ممكن يكون كمان عنده اللاعبين عنده مجموعة من اللاعبين كترة اي معنا ممكن في نقطة انا عايز اتكلم فيها مهمة جدا عارف نجاح النادي الأهلي في ايه كل الاندية بتجرى على لعبتك اخذ بالك من الكلمة اللي انا بقولها دي اوي اقول لك كلمة تانية او جملة تانية خلينا كمل دي بس عجل دي مهمة نخلي بالنا كل الاندية بتجري على لعبة النادي الأهلي ما بتكلمش على الاندية في مصر ان الاندية في مصر مش هتقدر على سعر لعبة النادي الأهلي ولكن خلي بالك اني فيه مرضوط كبير اوي عايزين لعبة النادي الأهلي عايزين لعبة النادي الأهلي دي فيها شقين شقين الاولاني انك بتعمل دخل وقرة القدم صناعة انت لازم تجيب دخل عشان تعملوا حاجاتك وفي نفس الوقت عمل لعيب اللعيب المتميز اللي ينفعك في بطلاتك انت مش من الاندية اللي ممكن تستحمل دقايق تغسر فيها بطولة انت لازم يعني اقولها لك ازاي انت ممكن تقولها لكن اللي انا عايز اقوله ايه انه في يعني دلوقتي حاجة انا شايفها حلوة ومش حلوة اللي هي اللي هي الجاري على لعبة النادي الأهلي الاندية كتير قوي بتتكلم على لعبة النادي الأهلي وعايز لعبة النادي الأهلي لازم يبقى مزان من دهب في الأمر ده في اللي يمشي واللي يعد احنا واسقين في المنظومة بتاعتنا بنسبة كبيرة جدا ما هو اللي أنا عايز أقوله لك أن أنا اتخذت شوية من كثر العروض اللي جات للعيبة النادي الأهلي أنت عارف أنا دائما أحب أن أنا فرقتي تبقى أفضل فرقة ولكن العروض قوية جدا طيب تقول أنها مغرية جدا أنا عارفها كويس ويمكن أعرف باطنها لأنه أرقامها كبيرة فأنا بأتكلم على أنه يعني نحن بنسق فيهم في إدارتنا أن هي يعني تعد الموضوع ده كويس لأنه الموضوع ده قوي بص يا جبن عدل إدارتنا على مستوى السنين بيبقى معها حاجة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي وكل المسؤولين اللي بيجوا في مجالس الإدارة بيبقى همهم أو شغلهم مششاغل مصلحة النادي الأهلي وجماهيره نمره واحد فأنت في النقطة دي يعني أنا مش أصدق ما تفكرش كتير بصك أبتك أنا أصدق على أي عشان أوريك بس النادي الأهلي راح أنهي منطقة النادي الأهلي راح منطقة كبيرة منطقة عالية جدا ممكن الناس مش واخدة بالها منه يمكن واخدة بالها من المكاسب لا أنت رحت منطقة أخرى أنت لعبتك بقت من أكتر اللاعبين طالبا اليوم طالب في العالم العربي اللي أنا عايزة أقولهولك يعني فدي ده إنجاز إنجاز عظيم طبعا إنجاز كبير إنجاز الكبير ده يستخدم صح إن شاء الله بإذن الله هتكسر الدنيا بقى بإذن الله وأكتر من 90% من لعبة مصر يتمنى يلعبوا داخل سبوف النادي الأهلي كابتن بلال مباراة صعبة مباراة مع زعيم الثغر حتى وإن كان بيمر بعض الظروف الصعبة خاصة من بداية الدور الثانية وبعد ثلاث ملشات في الدور الثانية ولكن أعتبر مباراة صعبة لأن نادي الاتحاد ما عندهش ضغوط ما عندهش ضغوط هو في المركز الثامن لا بينافس على المربع الزهبي ولا بينافس على الهروب من شبح الهبوط حقيقة مباراة صعبة أي مباراة في معناها ممكن تكون صعبة للنادي في معناها تمام أو في ظاهرها زي ما بيقول لكن في الملعب الأمور ممكن تختلف على حسب فوقانك أنت كفرقة على حسب استعدادات اللعيبة داخل الملعب على حسب مدى الجدية اللي بتاخدها اللي بتلعب بها اللعيبة داخل ما هو مدى التركيز اللي بيكونوا عليه فهي دي الصعوبة اللي ممكن تتمثل في بعض المورات اللي ممكن يواجهها النادي الآن لكن أي فريق أنت هتلعبه أكيد عنده تركيز أكيد عنده حماس أكيد عنده رغبة أكيد المدير الفن بيفكر الأهلي إلى الآن يا كابتن كل الفرق المتبقية قدامك تمام اللي هتلعبها هي بس عندها هدف واحد إزاي تكون هي الفرق الوحيدة اللي كسبت النادي الآلي السنة دي في بطولة الدورة العام الآلي السنة دي ما تغلبش في بطولة الدورة العام فبالتالي كل الفرق النهاردة بتشتغل على الحتة دي فممكن كل الفرق تروح في حتة أو في الزوم بتاعت أنا بدور إزاي أعمل الإنجاز تمام وكأن الإنجاز الحقيقي لكل الفرق هو أنك تكسب النادي الآلي السنة دي خد بالك أو هو ده الإنجاز الحقيقي فعلا أنك تكسب النادي الآلي خد بالك لا السنة دي تحديدا للنتائج اللي أنت بحقاها البطولات اللي أنت أخدتها لشكلك وأداءك اللي أنت بتأدي به للحجم المكاسب اللي بتكسبها للأرقام القياسية اللي أنت عمل بتسجلها في كل مباراة وبعد كل مباراة فالنهاردة كل ماتش من الماتشات اللي جاية خد بالك إحنا كنا نتكلم من حالي تلات أربع ماتشات بنقول في خمسة صعبين جدا قدام النادي الآلي خد مش كده كلمنا في الحتة دي قلنا والله بص هنلعب في يوتشار و هنلعب معرفش من لعب الاتحاد و هنلعب و هنلعب لإسماعيل فأنت كسبت و كسبت وتعدلت والنهاردة في مباراة برضو من المباريات اللي المفترض الروح القتالية فيها عالية بشكل كبير جدا مرتك مع الاتحاد هي كده هما فرقة يعني بتلعب قدام النادي الأهلي و زي زي باية الفرقة بس الاتحاد السنة دي كوالتي مختلفة شوية يعني كوالتي أعلى شوية من الاتحاد بتاع السنوات اللي فاتت يعني السنة دي بداية عظيمة عنده هداف الدوري بسجل أهداف يعني بشكل كبير منظمة حصل لها بعض الضربات ولكنها في الأساس هي فرقة جيدة يعني فرقة من الفرقة اللي عندها ثبات في بعض الفاوات كثيرة جدا فالنهاردة لقى المباراة مش سهلة انت بتلعب مباراة مش سهلة الراجل أو مستر كولر أنا مش شايف ان عنده الحسابات دي قوي ان في مباراة صعبة وفرقة سهلة يعني أنا ما بقراش الحيطة دي أنا شايف انه بياخد كل المباراة زي بعضها أنا عندي حجم يعني عندي قيمة كل مباراة زي التانية تمام بس هو بياخد كل مباراة على حيطة بالضبط بدليل انه كل ماتش عنده تشكيل مختلف كل ماتش عنده لعيب مختلف كل ماتش عنده تغييره أو تغييرتين أو تلاتة النهاردة في ستة تغييرات انت ممكن تقول لك كابتن ايمن والله بص أنا شايف انه ممكن بيغير وبيريح علشان مباراة الزمالك تمام ممكن تمام انما أنا بقولك لا الراجل هو ده العادي بتاعه خد بالك حتى في بطولة افريقيا كمان كان بيجري بعض التغييرات هو بيدور على الأفوة لكن عنده ساوابت عنده ثلاثة اربعة لعيبة هما دول السوابت الموجودين ما فيهمش تغيير نعم ثوابت في الخطوط الرئاسية بالنسباله العمود الفت آه بالظبط يعني النهاردة عندي علي معلول جبهة هجومية قوي جدا ده ثوابت بالنسبالي عند محمد عبد المنام ده ثوابت بالنسبالي عند محمد الشناوي ده ثوابت بالنسبالي عنده واحد من نص ملعب مين مروان أو ألي يدینج ده ثوابت بالنسبالي تمام دول سواب بنسباله في كل الخطوط وبيبتدي يغير مين على حسب الفوقان حالة اللعيبة اللي موجودة النهاردة مين أفوق من الثاني مش مين أوحش خد بالك الاهل الفترات اللي فاتت بقى القياسة كابتن ايمن مين أفوق من الثاني مش مين أوحش من الثاني لما فرقة توصلت انت بتاغد افريقيا وبطولة تدوري خلاص على واشاك وكاس مصر والسوبر والسوبر المحلي بتاغد كل حاجة يبقى انت النهاردة انت بتدور مين الافوق عندي مش مين الافوق مش فات كبير جدا بالاثنين خد بالك فيه في موديل فاني يبقى عنده حيرة الاثنين مستوهم ستين في المية تبقى طالع لعب مين لكن انت بيبقى المستويات تمانين في المية فانت بتدور على الخمسة وتمانين دلوقت بدنيا فنيا تركيز كمان زهنيا يعني فهم قصدي فعشان كده انت بتدور في الحتة دي النهاردة هلعب لأ النهاردة أنا مثلا يعني مش فكرة التغيير للراحة انا مش شايفة كده حقيق يعني لان لو للراحة اكيد هتدي وقت تغير عبد المنقب اكيد هتدي وقت بالزبط هتغير معلول هتدي وقت تغير بيرستاو يعني هتدي وقت تغير بعض اللعيبة اللي موجودين في المنقب اللي بلعبوا بشكل مستمر ومنتظم طول الوقت فالنهاردة الراجل بيدور على الحالة البدنية اللي موجودة عند اللعيبة والحالة الفنية اللي موجودة عند اللعيبة التالي صحيح. بدليل أن في بعض الأوقات كان بيدي شريف على طول. في بعض الأوقات كان بيدي كهرباء على طول. تمام؟ وبعدين يخلي التالي أو بينزل وكل حاجة بياخد. لكن بيبتدي بيأساسي. في بعض الأوقات يدي حسين الشحة على طول. في بعض الأوقات يدي عبدالقادر بشكل منتظم. تمام؟ فهو أعتقد أنه بيدور على الحالة الفنية القوية جدا عند اللعيب. عشان كده كل مبارا بيبتدي يدور. لا. وبعدين في حتة تانية مهمة جدا برضو حتة المنافسة. هو دايما عايز يخلق منافسة طول الوقت. طول الوقت صراع المنافسة. لا. أنت مش هتالك. أنت مش أساسي. طول الوقت. إلا لو وديتني التسعين في المائة اللي أنا عايزه. وهو التمانين في المائة. طبعا. مليار في المائة. يعني تمام؟ ممكن يعني. هيدئ حسين الشحات. ماتش اثنين. ثلاثة. أربعة. وصل لأنه يعني طبيعي إنك يعني. المستوى الفني أبسن داونز. نقدر لك يعني طالع نازل. فلو نزلت شوية بتدي يدي لعبدالقادر عشان يفوق حسين ويفوق عبدالقادر نفسه ما قتلش لعيبة لحساب لعيب تاني. فالحقيقة دي بيعملها بشكل جيد جدا. تمام؟ هو راجل زكي بيفكر كويس قوي. بيقرأ الخصوم بشكل كويس. هو عامل انطباع للفرق كمان يا كابتن عيما ودي حاجة مهمة جدا. يعني دي سايكولوجية شوية. إن أنا مش فارق معي للفرق اللي قدامي. مش عامل حساب. دي يخد بالك بتأثر على الفرق اللي قدامك. إيه ده؟ دعني أنت كمدير فني بتغير ستة لعيبة النهاردة وانت بتلعب قدامي. طب إيه أفكار المدير الفني. الفرق اللي قدامك كمان عنده حالة من التخوف. إن مستر كورر ما عندهش رهبة ما عندهش أوق. ما عندهش حسابات كتيرا للفرق اللي قدام. هو بلعب على النادي الآن. بلعب بإمكانات وقدرات النادي الآن. الآن كان الحجم المنافس بالنسبة له. أو في بعض الأقوات هتو بعمل حساباتك. طبعا. يعني ممكن أزود حتى في الدفاع. ممكن لعب تلاتة ملعبش باتنين في نص مرعب. لكن معظم الوقت. لا هو بيشتغل على كينونة النادي الآن. تمام؟ إمكانيات وقدرات اللاعبين اللي موجودين عنده. الفكر الخططي بالنسبة له كاكولر. وبعدين الخصم يجي في المرحلة الثانية. صحيح. طيب نروح. رجعنا لكم مرة ثانية على إزامي الشادين. هنقول تشكيل في راية تنشكيل لدي الأهلي. مرة ثالثة محمد الشنناو الذي يحراس المرما. محمد هاني زهير أيمن علي معلول زهير أيصر. قلبي الدفاع محمد أبا نعم وياسر إبراهيم. في وسط الملعب حسب تلاتة والا اثنين محمد فخري. أليو ديونج. أحمد القندوسي. وسلاسي المقدمة حسين الشحاد. فرسي تاو ومحمود كهرباء. ودلائي النادي الاهلي النهاردة علي لطفي لحراس المرمى خالد عبد الفتاح رامي ربيعة محمد مجدي أفشا أحمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر محمد شريف مروان عطية وكريستو تشكيل نادي الاتحاد النهاردة المهدي سليمان لحراس المرمى وخمسة في خط الضهر خماسي النهاردة عمار حمدي زهير أيمن صبري رحيل زهير أيصر وخالد صبحي محمد صالح ومصطفى إبراهيم قدامهم سلاسف في وسط الملعب مورو سليفو محمد محمود خالد الغندور وسنائي المقدمة إسلام عبدالنعيم ومحمد فارس طبعا برضو ما بيلعبش باتنين راس حربة ولكن بيلعب واحد وقدامه واحد البودلاء صبح سليمان أحمد بهاء أحمد عيد عبدالغاني محمد فوزي الحنوي ناصر ناصر عمر عموري حمود عبدالعزيز وأستن أموت كابتن شريف نبتدي بتشكيل النازي الأهلي وتغييرات ميستر كولر النهار ياسر إبراهيم على حساب رامي بدء محمد هاني على حساب عمود عبدالعزيز وعنده ستة تغييرات وعنده فخري مكان مروان وحسين الشحات مكان عبدالقادر وكهرباء مكان محمد شريف وكندوسي مكان عبدالعزيز وكندوسي مكان عبدالعزيز كل اللعيبة النهاردة يقدر يديني قد إيه يعني مش إنه هو خارج مبلال ألك هو مستوحيش لا لا هو عنده ثقة في جميع اللعيبة وإمكانيات اللعيبة اللي موجودة كلها ودي بتدينه مساحة كبيرة جدا إنه يتعامل معايا حتى لدرجة أنه النهاردة مبراه مهمة جدا ويخلص فيها الدوري النهاردة ومش وما تلاقيش مرانعطيه فهو عنده ثقة في الرؤية اللي شافها لمحمد فخر كل نهاردة الرجل عنده ثبات في مكانه وعنده بيستلم ويسلم كويس فهو شايف وبيدخله وبيجيبه كمان مع الفرقة في المطشين اللي جايين دول يجوز يحتاجوا يحتاجوا بكوة فهو بيبقى عنده رؤية لكل حد إيه اللي أنا محتاج فيه النهاردة مش هيعورني في حتة لأ هو شاف إنه هيسد ويمكن مراوان أنا شاف المراوان مش هشترك النهاردة خالص يعني هو عنده ثقة جابنا جدا إن محمد فخر حيكون موجود النهاردة بشكل جديد بأداء جديد طريقة متنوعة ومساعدة لحيثين الشحات وعلي معلولة هل يسألك سؤال تاني تشكيل النهاردة هل مستر كولر بيفكر أو واخد حيز من تفكيره ماتش اللي جاي قدام نادي الزمالك أنا مستر كولر بالنسبة لي بيشتغل وحدة وحدة فهمتني ولكن إنما بيبع عندك الزمالك طبيعي جدا إنك إنت هتفكر إن عندك مباراة دي المباراة لوحدها يعني إنها بتحدد لك البطولة كمان إن شاء الله إنما هي مباراة لوحدها كمان يعني دي المباراة بره حكاية الدوري وبره حكاية ده بطولة لوحدها هو عارف الكلام ده وعاش وشاف الدنيا ماشي نزال بالنسبة لجمهير نادي الآلي ومؤسسة نادي الآلي كلها دي بطولة تانية خالص إنما إيه الجرانتي يعني أنا مش فاهم اللي هو حيريح فيه لعيبة معينة أو النهاردة بينازل لعيبة معينة إيه الجرانتي بالنسبة لك إيه لحالة واحدة الإنذارات نا فيه عنده كامل من الإنذارات خمسة ستة العيبة عندهم إنذارات تاني حاجة هو عايزه يبقى بكامل كوته قدام الزمالك يبقى وغدى حاية عنده مساحة تبتيلة أه طبعا عنده مساحة ما هو ده طبيعي ده طبيعي أي حد إحنا أيام إحنا كنا بنلعب كانوا يبقى عندي إنذار ومطش والزمالك ما بلعبش المطش اللي قبل الزمالك خوفا من إيه ناخد إنذار في المطش ده اللي هو البعد كده فهو المدربين بيبقى عندهم ثوابة زي ما أنت قلت عنده ستة العيبة بالله عندهم لك عب منعم ومعلول وبرستة واتنين في نص الملعب عطية وديانج يعني ثوابة عنده ليه لأن دول العمود الفقري بتاع أي حد إنه ممكن يغير البكرية ممكن يغير واحد جنب عب منعم عنده عنده البديل والمثيل وكل حاجة وعنده المساح دي كلها عنده ثقة في كل اللعبة دي إنه مهما نزل أي لعيب الفوارق مفهيعه ومين اللي بيزبقي بيلغي الفوارق دي اللعب نفسه هو اللي بيديله المردود اللي يخليه يعمل إيه يعتمد عليه في مبرد زمانك من غير ما يشوفه يقولك لأ الراجل ده جاب نفسه توب فورم الراجل ده مركز الراجل ده نقدر اعتمد عليه بالشكل اللي أنا شفته مش اعتباطا هو ما بيديش واحد مش جامبلر يعني هو مش بيراهن على العيب لا هو بيدي المردود اللي عنده من اللعيبة دي اللي شايفهم إنما فيه لعيب مش قادر يمشي كويس فيه لعيب مش قادر ياخد عينه فيه لعيب وازنه زايد هو مش قادر يخش في الفرقة مش قادر هو كمان يديله لإن الوقت وقت يعني بتخلص الدوري عايز تتصور بقى ونبعد نجيبه وينور البيت يعني الدنيا قريبة بنزويا إنما بعد ما ياخد الدور يعمل إيه هيجيب الراجل بقى اللي هو بره الحكاية دي خالص يقول له لا ده أنا عندي حاجات تانية أنا هعرف ازاي خليك أنا عرف اجيبك وعرف خليك تهتمت زاي وابقت عنده الوقت وعنده المساح هتكلم في الموضوع دي بعد الماتش إن شاء الله لأننا ليا رؤية مختلفة اه يعني إنت اللي بتيجي وفي الأول وآخر إحنا كالعيبة عارفين إنت اللي بتخلي المدارب يجيبك يعني مش مش الناشوة بتاعت اللي إحنا فيها دلوقتي وال يشيبك من الدرون اللي إحنا عملناها كارثة يعني نتعدلنا كارثة بالجميع المقاييز بالنسبة لل الحكاية كلها بالنسبة لنا يعني نتعدل دلوقتي الحكاية مش نظام كويس لعيبة مرتبطة بدوافع معينة مع الجهاز الفني بتاعها يعني الاتنين بقوا على لغة واحدة الحقيقة يعني يعني ما بقاش عندي واحد كان زمان واحد يقولك إيه أما إحنا ماشي الماتشي جاء سهل لا لا ما بقاش في ما بقاش في اللغة دي اللغة دي بقت اللعيبة ملتزمة الجهاز الفني و الإدارة عملت حاجة جميلة جدا خرجت من الماتشي الإسماعيلي على معسكر تاني الماتشي الاتحاد ده ليه تبقى وليه رؤية وليه مقابل حتشوفه في الملعب النهاردة إنك تخرج من معسكر لمعسكر ده مقابل حتشوفه النهاردة هتشوفه النهاردة هو نفس المعسكر دي الماتشين في اسكندري نا مش مش على مساءات نفس المعسكر إنك إنت مخركتش لعبتك ولا تفكت اللعيبة ولا نزلة مصر ولا كل واحد راح بيته لا ده أنت من من مباراة بطولة لمباراة بطولة كويس إيه لها مباراة بطولة برضو حتروح لها فهو ده المخفوم والسيستم اللي انت شغال بيه فده اللي يطمنك أو ده اللي يطمن الدنيا كلها عشان كده ساعات اللي احنا في الماتش بنبتدي مش كويس عشر دقائق عايز تخش ترجع تاني تفوق باتنين تلاتة هجمتين وفوق دايما بيتكلم ع البدايات البدايات عندك هو اللي بيشدك مين بقى ويفوقك مين الناس اللي جاء تتفرج دي الجماهير اللي جاء تتفرج دي لأواب المعسكرين دول هو فوقك وردي خلاله هو داك المسيج اللي انت مفوض هتنجل تعمل ليه النهارده يعني مفووض يبقى في حالة تغيير النهارده من أول مباراة الحقيقة بتهديف مش هينفع زي الماتشين اللي فاتوا ونتأخر في التهديف فلما بنعمل معسكرات دي دي بالركز كلنا كلعيب عارفين بيبقى انه هدف واحد احنا ازاي نخلص المهمة النهارده وبسرعة وبدري فبإذن الله النهارده يكون كل الشغل اللي حصل الأسبوع لفادي نتيجة الثلاثة نقاط النهارده وتعدي ونروح لك نور البيت انتشار في الفترة دي سريعا ان المعسكرات مفيدة جدا للعيبة في الفترة دي اه لغاية المخلص المهمة بتاعتني لغاية ماتش زمالك يعني لغاية مخلص بطلط الزمالك اللي على جم هي بطلطين الحقيقة ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله حاجة كويسة جدا وهو ده النادي الآلي يعني مش غريبة علينا طيب كابتن نوساما نتكلم في تشكيل النادي الآلي وعايز اكلمك في وجود اذا كان ثلاثي في خط الوسط ولا ميستر كولر حيلعب محمد فاخري وقاليو ديانج بس كسنائي وسط دفاعي اولا التشكيل احنا بنقول ان هو غير ست لعبين عن المباراة اللي فات بس هو الحقيقة ان هو رجع لتسعين فلمين من التشكيل الاساسي هاني رجع مكانه يعني احنا لو قارننا بين تشكيل الاهل امام الاسماعيلي وتشكيل الاهل امام الاتحاد هتلاقي الاساسيين اللي ميستر كولر كان بيعتمد عليهم في معظم البطولات الماتشات الافريقية او الماتشات المهمة او في الدوري هتلاقيهم النهاردة فيهم تسعة لا تسعة هو المتغيرين فقط يعتبر مروان عطية محمد فخري والقندوس لكن محمد الشناوي هو الاساسي في معظم الماتشات محمد هاني هو الاساسي في معظم الماتشات ياسر ابراهيم هو محمد عبد المنعم هو الاساسي في معظم الماتشات معلول هو الاساسي في معظم الماتشات ديانج كده برسيتو كده حسين الشحاق كده كغربة كده كويس طب لدي جي بقى ماتش الإسماعيلي هتلاقي عدد الأساسيين من دولت هتلاقهم كانوا ستة أو سبع يعني هني نزل أه يعني أبتكلم لا أبتكلم عن اللي نزله أنا أتكلم على اللي ابتدى بهم طيب ده إحنا هنقول إنه ريح ناس عشان ماتش الزمالك لأ ممكن بس تكون في واحد أو اثنين لأنه دولت هم الأساسيين يعني ممكن يبقى مرونة عطية وممكن دلوقتي بعد ما حمدي فتحي ماشي تكون أفشا لكن المعظم اللي بيلعب النهاردة هو الأساسي بالنسبة له أو هو اللي مترقم واحد بالنسبة له لأنه أنت كل فترة وكلنا يعني نشتغل في التدريب أو محللين أو كده الموديل الفني في كل وقت عنده في نمرة واحد واثنين وثلاثة حتى لو أنت أحسن من واحد في فترة لأي ظروف إصابة بعد عن مستوى أي حاجة ممكن تبقى نمرة اثنين لكن أنا بتكلم الماتشات الأخيرة كلها في البطولة الإفريقية الماتشات المهمة في الدورة قبل ما الفروق توسع كده التشكيل اللي بتاع النهاردة تقريبا باستثناء فخري والقندوسي وهو المتغيرين الحاجة الثانية هل هو مريح ناس عشان الإنذارات؟ أنا بقول لأ برضو ليه؟ هم كم واحد اللي عندهم إنذارات؟ أه فبيشرك منهم النهاردة مجموعة بيهم الأغلب اللي بيشارك الشناوي عنده إنذارين بيلعب محمد هاني عنده إنذارين بيلعب إليو ديانج عنده إنذارين بيلعب محمد عبد المنعم عنده إنذارين بيلعب لا ما خلي بالك أنا عايز أقول لك حاجة بس فإنت جبت سيرة خط الواصل إنت عندك إليو ديانج ومروان عطي الاثنين كل واحد عنده إنذارين فيا حيلعبوا هم الاثنين يا حي رايحوا هم الاثنين يا واحد منهم يلعب فهو اختار إنه يلعب النهاردة بديانج لا مش عشان الإنذارات طب وجهت نظره في إيه؟ طب لحظة واحدة بس إنه عايز رايح مروان عايز رايح مروان آه زي ما حصل مع لعيبة كتير دور فيهم في المتشات اللي فاتت هو عايز رايحه مش عشان الإنذارين لأن يا أيمن قلت لك لو إنذارين طب مع الشناوي اللي هو الجنب رايحه واحد عنده إنذارين محمد عبد المنعم اللي هو أهم واحد في خط الضه عنده إنذارين محمد هاني عنده إنذارين إليو ديانج عنده إنذارين إنت قلت لي إيه؟ فيه ثوابت كويس فيه عمود فاري للفريق في بعض الناس يعني بيفضل أنها تبقى موجودة في المالحة أنا عايز أعرف بس مين السادس الأول ماشي حاولها بس أنا بتكلم على فكرة إليو ديانج وماروان عطيه طب ليه ما يريحش إليو ديانج؟ ممكن يكون شايف إن ماروان هو كان بلعب أكتر الفترة اللي فاتت فعايز رياحه شوي مش شرط ما أنت مش شرط يعني أنا إحنا بنحلل اللي بيحصل في التشكيل ودماغ الراجل وكده لكن هو برضو ممكن تكون عنده نقطة إحنا مش وصل لها بس هو أنا بقولك هي عشان سبب إنذارات طب ما هو فيه أربعة أو خمسة من اللي عنده منذارين بلعب ما أعتقدش عشان السبب ده أنا بتكلم إنه ممكن تكون عشان الراعة إنه يريحه بقاله كتير بيلعب داخل على ماتش بعد كده مهم يعني إذا ملك ماتش جمايري لكن البقيين كلهم عندهم إنذارات بيلعب فدي أول نقطة بالنسبة للتشكيل زي ما قلت لك هو ده التشكيل المستقر هو الاختلاف الوحيد اللي هيحصل شكل التلاتة بتوع نص الملعب لأنه فيه اتنين من التلاتة متغيرين اللي هم محمد فخلي وأحمد القندوسي اتنين من التلاتة متغيرين الطبيعي لما بيلعب أبشا هو حاول الراجل في ماتشات مع أبشا نيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بس إيه لما بيلعب أبشا غالبا بيرجع على أربعة اتنين تلاتة واحد مع القندوسي الماتش اللي قبل اللي فات احنا كنا متوقعين أنه يلعب أربعة اتنين تلاتة واحد لا لقينا قندوسي بيلعب ناحية الشمال كان بيلعب ناحية الشمال جنب علي معلول وطريبا كان أحمد عبدالقادر وحسين الشحات والناحية الثانية كان ديانج ومروان عطيها وكان رقم ست فالنهاردة أنا برضو التاني اللي واخد انذارين محمود كهراء وبيلعب برضو هذه خمسة من الستة اللي واخدين انذارين هتقول لي بقى مرايح مين عشان الانذارين مروان عطيها طب مملاع بخمسة وعدهم انذارين وكلهم أساسي وفيه تلاتة منهم اتنين منهم في الخط الخالفي أو تلات يبقى مش السبب ده لانه كان رايح مثلا اربعة منهم كان رايح خمسة منهم لكن انا مجازف بخمسة عندهم انذارين وعشان مروان هو من رايحه عشان انذارين انا ما اعتقدش ده السبب الحاجة التاني انا بقولك الشكل المختلف بس هما تلاتة بتاع نص الملعب فالقندوسي ممكن جدا تلاقيه بيلعب ديانج هو رقم ستة زي ما احنا كنا عظمنا بنقول ان ديانج احسن مركز ليه اللي هو في القلب اللي هو الوسط المدافع الامام مش رقم تمانية اللي هو على اليمين او على الشمال هو قدام الاتنين مدافعيه انا متصور كده وهتلاقي فخري في جنب والقندوسي في جنب ده يعني واحد فخري يمين والتاني شمال اه يعني زي ما بيقولوا رقم تمانية دلوقت مش اتنين وواحد انا متصور كده لكن هما دول برضو ممكن يلعبوا اتنين وواحد ممكن يلعبوا مثلا فخري وديانج وقدامهم ويقوم بالدور اللي بيقوم بيه بس انا بقولك فيه الغالب هيبقى فخري في جنب ويقندوسي في جنب واللي في الغالب بقى ليو ديانج اه انا متوقع كده الشكل العام بقى زي ما قلتلك دول معظم الاساسيين فالجنب اللي فيه عالي معلول وحسين الشحات بقوا محافظين بعد زي ما الكتاب بيقول يعني بيشوفوا بعد هم مغمضين الاتنين يعني ما شاء الله الاتنين اولا من الناس اللي عندهم تفكير في الكرة مش من الناس اللي بتلعب بس بقوة يعني مش طبعا العامل البدني ده مهم جدا في كرة القادم ولكن انا اقصد هم مش بيعتمدوا على القوة وما بيفكروش من اكتر اتنين بيفكروا في الفرقة عالي معلول وحسين الشحات بيعرف امتى ده يقف امتى ده يلف من وراه امتى ده يدخل للعمق حسين الشحات وعالي معلول يوسع له بيعرفوا حتى التمرير اللي زمايلهم اتخان بدرجة كبيرة صح طبعا حسين عنده قدرة جوة 18 انه بيعرف عنده هدوء بيركز قوي في الفرص اللي بتجيله فالتنين جابها قوية واعتقد ان ممكن القندوسي بقى ناحيتهم او فخري احيانا بس اعتقد يعني الناحية التانية في محمد هاني وبرسيتاو نفس الشيء اللي اتنين بلعبوا في معظم المطشات حافظوا بعض امتى ده بيرسيتاو بيخش للعمق ويسيب لهاني للجناح فالطرفين خلاص سواء اليمين او الشمال حافظين بعض تماما هي كل المشكلة شوية قلتلك هتبقى في السلاسي بتوع نص الملعب لازم القندوسي والفخري يبقى عندهم مع الديانج ازاي يتمركزه كويس في الدفاع ازاي لما يستلموا الكرة يعرفوا يعملوا بناء لعب ازاي يعرفوا يكملوا مع التلاتة اللي قدام ازاي هي دي النقطة بس اللي فيها لان الرباع اللي وراه هو هو صحيح بالنسبة للاتحاد طب ماشي نتكلم كابتن عادل رؤيتك الفنية لتشكيل نادي الاهلي النهاردة وازاي ما قالو كابتنا الكبار كابتن شريف وكابتن عسامة كابتن شريف قال ممكن يكون بيفكر في بعض اللعيبة في الجزء بتاع الانذارات كابتن عسامة قالك بالدليل ان في خمسة في المالع كويس رؤيتك ايه انا قلتلك الستوديو اللي فات كلمة مهمة او فاكرة قلتلك اني اللي بيلاعب في الوقت ده مش كلر بس مش كلر اللي بيلاعب لعبته في الوقت ده ده وقت مدرب الأحمال ومخطط الأحمال بتاعه مش بمعنى ان كلر ملوش رأي في الامر لا او بيتكلم على هو اللي معه الجدول ماشي ماشي هو اللي معه الدقائق هو اللي معه بدليل انا اثبتلك كلامي صح ولا لا طيب فط هو انت دلوقتي فيه لعيبة بتجيب جوان وبتبقى افضل لعيبة في الملعب والمطش اللي بعده بتلاقيه مش موجود هو لو بياخد من الملعب فهياخد اللي بيالعب اللي بيجيب جوان واللي مكسر الدنيا ده واحد لو بياخد من ان هو طريقة اللي عم بتاعته بيحبها وبينفزها له كان هيلعب كل اللي بينفزه له طريقته كان لعب كل اللي لعبه في الوداد اساسيين على طول الوقت فاللي انا عاوز اقوله لك يا خبتل ايمان انه في الوقت ده من السنة المدرب بيعمل حاجتين ايوا الحاجة الاولانية توضيبة الموسم القادم بلعبته ان هو يقف على افضل لعيبة عنده انت فاهم واللي شاكك فيه يديله علشان ياخد قرار فيه ده ده رقم متنين بس يديله بعد ما يحسن ولا يديله في الظروف دي يديله في اي وقت انت وصلت لدرجة كبيرة قوي من التجانس جوالفرق لكن غير كده اللي انا عايز اقوله لك انت دلوقتي انا بكلمك على لعبين فيه لعيبة فيه فرقات بدنية ما بين لعبه لعبه هو الجدول اللي بيتحط مش جدول يعني ما بيبقاش بالمسطرة زي ما انت بتكلم لانه الجداول بتاعت المخطط المخطط الأحمال بالذات بيبقى فيه دلوقتي بقى فيه علم كبير قوي انك انت تعرف توصل لان عندك قدي ايه ممكن تدهولي وقدي ايه ممكن فقدته مني انت فاهمت وقدي ايه فيه فرقات مباني وما بين مثلا الكابتن شريف ممكن الكابتن شريف يبقى اقوى مني فممكن يلعب دقيق اعلى مني ممكن انا اكون عندي عنصر مثلا في سرعاتي والحاجات دي فيديني وقت قليل عشان اشتغل سرعات كتير وممكن يخلي الكابتن شريف اللي عنده تحامل ده علم بقى علم كبير قوي ففي اخر الموسم في الفترة دي الرجل وصل لانه خلص بطولة افرق بيفنش الدوري عنده مبارات مباراتين مهمين ليه كانت السوبر وكاس مصر في الوقت الحالي فهو بيفكر بقى في الوقت ده انه يعمل ايه كمان استراتيجية القادم ليه صح انا معاك ماشي انا كمدير فني ايوه انا معاك في الموضوع بتاع التوقيطات والاحمال والحاجات دي بس انا لقيت اللعيد ده اللي هو اصلا مفروض ان هو يلعب يا بالتوقيتات اللي انت بتقوله ومش موافع ماتش في اتنين في التالي افضل مصمم عليه اسمع كلام التوقيتات لا ما اخلي بالك هو وصل اللي انا عايز اقولهلك ودي حاجة مهمة هي التوقيتات مش معناها ان كله زي بعض انا ببقى عندي وصلت طول السنة لعدد من اللاعبين مهمين عندي 17 لاعب مش كل اللاعيبة في لعيبة ممكن ما تكونش لاعب كتير ومش هيلعبها بدون ان برح حسابات انا بكلمك زي ايمن مثلا ما لعبش ولا ماتش لكن برح حساباته فمش هتحط في الجدول اللي انا بقولك عليه انا بكلمك سبتاشر سبتاشر اللاعي اول ما عجبني في كل السنة دي انه كان ماشي باستراتيجية بدأ اول الموسم بها ما كناش فاهمينها والناس ما كانتش فاهمها يمكن احنا اتكلمنا فيها انا وانت كتير في الامر ده وقلنا ان هو بيوسع قاعدة اللاعبين وبيجيب عدد من اللاعبين كتير وبيدور في بداية الموسم المفروض ما يدورش يعني المفروض ما تسبت تيمك في اول الموسم هو عمل العكس هو دور في اول الموسم وسبت في الاواخر رجع تاني في الوقت ده انه هيدور تاني الوقت التالت ده الاولاني كان بيحضر اللاعبه التاني كان خلاص سبت اللاعبه عشان يوصل للفورمة العالية ويوصل للتاكتيك العالي والحاجات دي فكان تغييره في ابسط الحدود وبيلعب بالاساسيين كلهم وبعدين بدأ يكبر من ساحة الاساسيين دلوقت اللي بيحط اللاعبه اللي هم متفقين عليها كم شرط يعني فيه لعبين انا متفق عليه انا في احتياجه وده مهم عندي لمدة تسعين في المية في الاعيد تاني مهم عندي سبعين في المية الاجانب بيرقاموا اللاعبه مش زي المدربين المصريين انت المدرب المصري بتتأثر حتى مدرب المصري اللي بياخد المنتخب غير المدرب المصري الاجناب اللي بياخد المنتخب المدرب المصري اللي بياخد المنتخب لو لعبت مطش وجبت جون في الاهلي هاخدك المنتخب لكن لو لازم اتفرج عليك حوالي مثلا تلاتين مباراة علشان انا تكتيكة هتنفذولي في الملعب ده المدرب المصري يا كابتن ما هي كده هو مين اقولك حاجب اكتر من مرة اكتر من مرة والكلمة دي انا باعنيها تماما منتخب مصري ينجح من ثبات الاندال كبيرة هو الاقص الاندال الاهلي حصد ايام شفناها ايام كابتن حسن شاهده افريقيا بطلاط له في خي ما فيش شك انه ابدع واشتغل وقصر الدنيا وعنده ولكن اتساعده ايه انا مدرب منتخب ما بيجيليش اللاعيب اجهزه انا مالي انا بيجيلي اعمل بيه تكتيكس معي فهو دلوقتي مستر كورر وصل للدرجة انهي بقى في الوقت الحالي انه خلاص انتهى الموضوع بالنسبة له اللاعيب اللي عارفها اللي هو مقتنع بيها تماما الراجل بيتكلم معه بيقول له ده ياخد قد كده وده ياخد قد كده وده ياخد قد كده علشان يحافظ عليهم لما ييجي بقى لو عنده بقى مباراة مهمة ما ممكن ما يبصش على جاده بس هو بيريح اللاعبين عشان ما يجيلكش مازق ما هو انت انت كابتن لما جاله السنة اللي فاتت ايه مدير فني زكي عادي يعني من المدربين من المدربين العادين اللي بيشتغلوا في العالم كله لما تيجي تيم كورره اول حاجة بتتفرج على اخر حاجة في السنة عملوها ايه اعدادهم وتفنشهم لما تيجي انت مفنش المسم اللي فات بحوالي 16 اصابة تعرف ان انت عندك مشكلة كبيرة في ايه بحس المشكلة الكبيرة لقى المشكلة في ايه لقى المشكلة الفترة ما بين شهر 12 لشهر 2 اخطر فترة في تاريخ الناد الاقلي ليه بيتخلالوا مباريات كاس افريقيا وكاس العلم بعدها للاندية وبعدها مباريات الدورة بتتضغط ليك مؤجلة فانت لو ما عملتش حسابك قدام يا كابتن ايمن ما عملتش حسابك انك انت تزبط فرقتك على ان كله ياخد بقدر معين عشان ما تتعورش ويجيلك اصابة وهو نجح فيها دي تماما 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 وبنقوله برافو عليك في اللي هو عمله ده في الاخر بغض النظر عن الاداء انه يجدعوا بالاداء انا بكلمك في حتة معنية اخرى انه نجح انه يوصل بالنادي الاهلي خدت بطولة افريقيا خدت تلب بطولات انت بتلعب في الوقت الحالي وكلنا اشهدنا بالامر ده ان عنده النادي الاهلي عنده اليقى بدانية اعلى من الاندية كلها اللي بتلعبها وشوف في اخر ربع ساعة شهد التاني كله تاني طيب كابتن بلال تشكيل طبعا اتكلمنا فيه عايز اتكلم على خط الامامي او السلاسي اليجوم عودة حسين الشحات ومحمود كهربا من بداية المباراة ممكن هاخد من اخر كلام كابتن عادل هو بيتكلم عن اللعيبة الاساسية بالنسبة لك او تثبيت التشكيل في بعض الاوقات حسين الشحات وبرستا ومحمود كهربا دي العناصر اللي اعتمد عليها بشكل كبير فترات طويلة جدا واجادة فترات طويلة جدا حسين الشحات يمكن السنة دي اعتقدوا في البيك بتاعه في افضل فترة قبل المستويات في فتراته يعني على النادي الاهلي لانك في اوقات كتيرا من المباراة بتبقى انت محتاج لعب عنده مهارة فردية مهارة التصبيب بيعدي بيرقص بعمل اثقية فبعض المباراة المهمة جدا حسين الشحات كنت بتلاقيه هو اللي بيصنع الاهداف هو اللي بيصنع بعض الماتشات المهمة بتلاقي حسين الشحات هو اللي بيسجل الاهداف فالنهاردة مستر كولر كان اعتماده في اوقات كتيرا جدا على الثلاث الأمامي كهرباء وإحسن الشحاياة وبرستاو. برستاو كمان من أفضل فتراته مع النادي الأهلي. بدنيا بشكل كويس. مهريا بيقدر بشكل كويس جدا جدا جدا. شفنا المباراة اللي فاتت داخل جهة الثمانتاشر. يعني بيستقبل كرة عرضية بيساجل منها هدف. عنده حلول فردية برضو. لعيب عنده رؤية في الملعب ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. فانت الثلاث الأمامي يعني من وجهة نظري من أفضل الثلاثة الموجودين في الدور العام في مصر. كهرباء يمتلك توفيق جيد. والعيب عنده إمكانات وقدرات جيدة. في بعض الأوقات ممكن تحس إن كهرباء بدنيا مش وقف على حجم. على رجله. وفي بعض الأوقات الأي لا بيقدي وبيقاتل. خد بالك نظرا برضو إن كهرباء جاء من الوقف على اللعب على طول. ما أخطش مع الفرق أما تشت تحضرية كتير ولا فترة عاد كبيرة. الحاجات دي كلها برضو بتفرق مع العيب. خد بالك بدنيا. لكنه واضح إنه مركز. واضح إنه مركز بشكل كبير. يعني هو بينزل مبارا مركز. منتظر لعب أو اثنين أو ثلاثة. بيخلق لنفسه فرص تهدفية. ودي حاجة مهمة جدا أخد بالك في رأس الحرب. أنا ممكن يعني. سوريا آسف. عشان أجيب جول. لازم أصنع فرصة للهدف. لازم أصنع موقف للهدف. لازم أصنع أجيب أدور على مكان. يبقى جيد إن أنا من خلاله ممكن أسجل هدف. ودي بتبقى فرق ذكاء مهاجم عن مهاجم. مع إنه هو أصلا مش راس حرب. خد بالك مع إنه هو مش راس حرب. لكن لما كان بيلعب. لو تفتك رجب تريد أن كان بيلعب. كان دايما بيحاول يتواجد في الأماكن. المهمة جدا اللي بيسجل منها هداف. ودي كنا بنلاحظ إن كهرباء لعيب بيسجل أهداف أساسا. مش بس صناعة الأهداف. لأ هو بيحب يسجل أهداف. فدي نقطة مميزة جدا من نسبة لكهرباء. إزاي بيخلق لنفسه. يساعده على تسجيل الأهداف. ودي نقطة مهمة جدا من نسبة لرأس الحرب. بيعملها الشريف أوقات كتيرة جدا. خد بالك. شريف برضو من اللعيبة اللي بتخلق لنفسها. ما كان على شجل يسجل من أهداف. لكن غيب عنه التوفيق. وارد جدا. في فترة الأخيرة. وارد في كرة القدم إنه يغيب عنك التوفيق. لكن هنا. لازم الوقف مع النفس يا كابتان أيمن شواء. لازم أقف مع نفسي. أنا ليه غيب عن التوفيق. هل بسبب. إن أنا. تمام. أنا اللي ضغط نفسي. خد بالك. الآن لي مش ضغط حد. واعتقدش إن كولر كمان ضغط حد من اللعيبة. في التوقيت الحالي. خاصة اللعيبة اللي بتتداول اللعبة باستمرار. يعني النهاردة الشريف بيلعب أساسي. وبيخرج بيلعب كهرباء. وفي نفس المباراة. ده بيبدل مكان ده. إذا كان ده ابتدأ أو ده ابتدأ. بيبدله مكان بعض. فما أعتقدش إن فيه ضغطات. تخلي راس. تخلي شريف مثلا. مثلا فيه سوق التوفيق أو سوق تصرف. إلا إذا كان هو نفسه شايف. إن أنا كنت بجيب جوان من أي فرصة. وبالتالي في الوقت الحالي. أصبحت إن أنا ما بسجلش هدف كتير. فبالتالي أنا اللي شهدت نفسي. فهو لازم يخرج عن الإطار ده. إلعب كرة شريف المعتادة يعني. يعني السنة القبل اللي فاتت كان هو مهداف الدورة العامة. تمام؟ طبعا عامل أرقام جيدة جدا. وبيسجله وفي إفريقيا مسجل أهداف. كان ماشي في شكل كويس جدا مع نادي العلي. لكن خلينا أرجع لك. الأهلي كمان بيحتاج لعيب تحت الثلاث الأمامي. بيعرف في يصنع فرصة. تمام؟ بيعرف في يصنع فرصة. أفشل لعيب كويس. تمام؟ كان عليه بعض الضغوطات في بعض الأوقات. وده اللي إحنا بنتكلم فيه. إنك إنتم في الوقت الحالة يا جماعة. لازم تستغني المدير الفني اللي عندي ما بتغطش على لحد. تمام؟ لأنه عنده يعني عنده أريحية في تغيير اللعيبة. ومش واقف على لعيب بعينه. وخد بالك ومش مطاهد لعيب بعينه. أنا بتكلم. أنت ممكن يكون عنده خد بالك. عشان بس الناس تفرق. سأقعد يقول لك. طب ما فلن ما بلعبش. طب ما فلن مش موجود. لا. كل مدير فني بيعنده 17-18 لعيب. من الثلاثين لعيب. أو من الثلاثين لعيب اللي موجودين. هو بيعمل فوكس على دول. أنا محتاج دول. محتاج مثلا 11 لعيب. محتاج سبعة تمانية تانين. أو عشرة تانين. دول اللي هبدل فيهم. عندي سبعة تمانية أساسيين. وعندي ثلاثة أربعة ممكن نغير فيهم. وعندي ست أساسيين. وعندي ثلاثة أربعة ممكن نغير فيهم. فيش مدارف في العالم بيلعب بثلاثين لعيب. طول السيزون. أعتقد مدارف فلا. ما بعملش كلام ده. انت كل أعتقد أوروبا كلهم بيشتغلوا بـ 22-25 لعيب. يعني 25 لعيب بالثلاثة أربعة حراس. وبيشتغل على 22 لعيب تانين. بياخد منهم 15-16 لعيب كمان. ما بلعبش بكل اللعيبة. يعني ما فيش فرقة هتلاقيه مثلا إيه. إلا يعني ما نظر يعني. مثلا لو فيه 2-3 لعيب هتصابوا خالص. فمريحين ليه طول السنة. فبالتالي بتبتدي تجيب لعيب من اللعيبة اللي انت ما بتعتمدش عليه. فالنهاردة الراجل عنده 17-18 لعيب. بيعتمد عليهم بشكل جيد. دول بيدور فيه. تمام. يلعب بالماتشدة بلعيب والماتش التاني بلعيب تاني. الأماكن اللي سهل جدا تمام. يبقى فيها هي الأماكن اللي الخط الهجومي. ده أسهل مكان. الراجل ممكن أو أي مدير فني في العالم ممكن يغير فيه بسهولة جدا. على عكس الخطوط التانية. حارس المرمى لا. فيه ثبات. الاتنين السنتر باكس. فيه ثبات. الاتنين الرايت والليفت باك. برضو الحد كبير فيه ثبات. ممكن يغير واحد من ميت فلدر. لكن الخط الأساسي اللي ببقى فيه تغييرات. لأنه بيعتمد بنسب كبير على التوفيق والمهارة. هو الخط الأمام. اللي فيه الثلاثة الأمام. صحيح. هما ده الخط الوحيد اللي ممكن يغير فيه بسهولة جدا. فالتغيير ده وضع طبيعي. عشان كده. عشان كده التغيير ده وضع طبيعي. يعني أنا النهاردة خدت. أنا كراس حار بخدت ماتش واثنين وثلاثة. مش موفق. طبيعي جدا. المدير الفني مش هيسكن. هيغيرني. خد بالك. ممكن يكون بقى قدي جيد. بس المدير الفني برضو محتاج لعيب موفق في الملعب. مش بس على فكرة انك بتقدي جيد. ده عامل يخليك قاعد في الملعب. لا. انت لازم تكون موفق برضو يا كابتن آمن. يعني أنا لازم لعيب مش موفق. نزل الاحتياطي مثلا. أو اللعيب اللي ما كانتش بيلعب. نزل وسجل هدف. فبالتالي المدير الفني هيبتدي يبصله. ممكن ما يلعبش أساسي تاني ماتش. تمام. بس ينزل تاني. لو سجل. أعتقد الماتش اللي بعدها يلعب. وهكذا يعني. عشان كده نايمة نحن بقول الخط الأمام فيه تغرق تتير جدا. لكن. الثلاث الأمامي اللي موجودين قدامنا في التشكيلة. دول هم الأفضل طول السنة دي. بشكلك ببنسب كبير. دول من وجهة نظر الشخصية. ممكن نختلف أو نتفق عليها. ممكن حد يقول لا أنا شريف حسن من كهرباء. لكن أنا وجهة نظري هم دول الأفضل. كتوفيق وكتسجيل وكصناعة. صحيح. كابتن شريف. نادي الاتحاد. نادي الاتحاد مركز الثامن. برسيد 42 نقطة من 31 مباراة. لو كلمت عن نادي الاتحاد. نادي الاتحاد. هنحط بعض المقارنات في الدور الأول. والدور الثامن. دور الأول. نادي الاتحاد لعب 17 مباراة. كسب 8. تعادل 3. خسر 6. جاب 17 عليه 17. يعني خط الدفاع شبيب خاطره. يعني 0 الفارق. جاب 27 نقطة خلال الدور الأول. الدور الثاني. بدأ نفس بداية الدور الأول. اللي هو الفوز أول ثلاث مباراة. ثم دايما الواقع بتيجي على إيد غز المحل. يعني الدور الأولاني. كان غز محلة وخسر منه 2. والدور الثاني. غز المحلة. خسر منه 2. بعد الفوز في 3 مباراة. كويس. الدور الثاني لعب. حتى الآن 14 مباراة. كسب 4. آخر فوز كان 14 أربعة. المدارب بتاعه متغير. زوران زي ما هو. من الدور الأول. من روفيتش. كويس. تعادل 3. خسر 7. ليه 18. عليه 20. رصيده من النقاط في الدور الثاني. كيرفي نازل يا. آه. 15 نقط. كويس. نادر اتحاد عنده مشاكل كتير. خصوصا خط الدفاع. مع أنه على المستوى بتاع الشق الهجومي. يمتلك واحد من أفضل رؤوس الحربة في الدور المصري. هو هدف الدور المصري. مابلولو. مابلولو. مابلولو جايب 16 جول. من أصل 35 جول. يعني تقريبا هو اللي جايب نصف أهداف نادر اتحاد. بيغيب النهاردة خمس عناصر مؤسرة. للأسف بيغيب محمود علاء. بيغيب كمان هشام صلاح. مابلولو. وفيه كمان إبراهيم حسن ولوني. إبراهيم حسن لأسباب فنية. وأحمد عادل لأسباب فنية. حال التدوير في الفرقة كلها. النادي الأهلي يستغل فترة الحارجة أو الصعبة. للنادي الاتحاد اللي مر بها إزاي النهاردة. ما هو. النادي الأهلي بالنسبة له الفرق كلها سوا سيئة. كويس. مسميات يعني. ولكن احنا بنشوف. لما بنجي نلاعب حد. هم عندهم مين كويس. مزبوط. عندهم مثلا إسلام عبد النعيم مثلا. عندهم محمد محمود بتاعنا وخالد الغندور. دي أسماء عندنا بنشوفها كتير. وبنشوف إنتاج منها كويس قوي. فيه ريابات آه. 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 أفصطف إبراهيم وعمار حمدي. وصبر الرحيل. عارفينهم برضو نفس الشكل. ودول من الناس اللي هم. ما فيش بعد قوي عن الملاعب يعني. حالة التوفيق بالنسبة للاتحاد. وبتتحدد دايما ما بتفرج عليه بلاعب أي حد. في عملية سبك التهديف. لما بيخش فيه هدف. الحكاية عنده بتتقزم كتير قوي. بيفتح خطوطه قويقين. وبيهاجم بكل خطوطه. وما بقاش عنده ربط ولا ثوابت ولا تركيز. هو عنده مشاكل أصلا بخاطة الدفاع. آه. يعني خلاص بقى الماتش يفتح منه لو دخل فيه هدف. هي دي مشكلة نادر الاتحاد. بيخليلك الملعب أي فرقة بتلعبه. زدت تروح تجيب جول. طب إنت لو هتلعب فرقة كبيرة. في خطورة جمدة جدا. تلعب بسيستم. الفترة دي انت عندك الأهل النهاردة. والماتش الجاي المقاولين العرب. وانتو الاثنين إذا كان انت مش محتاج حاجة قوي. انك انت عندك خوف أو أي حاجة. والمقاولين العرب معك زيك في نفس الشكل. مباراة المقاولين ومباراة الأهل بالنسبة لك. دي مباراة في نهاية موسم كويس. مباراة يعني لعيبة تقدر تلعب ارتياحية. الضغط على النادي الأهلي. الضغط على المقاولين اللي خرج من الكاس بشكل مش كويس. يعني في عوامل موجودة في المباراة إذا كانت كاس أو دوري أو أي حاجة. بتخليك انت كلاعب بتغير من مفهومك. بتغير من أدائك. عايز ترجع تاني لجمهيرك. لحد ده فرقة جمهرية مش سهلة. وعندهم ناس بالطالب يلعبوا أي حد. للتحاد ده لازم يكون موجود في المنعب وحاضر. يعني ما بيقبلوش الهزيمة. مهما كان من بيلعبهم. ما بيقبلوش الهزيمة. والحد ما هما إداريتهم كمان فيها وعي كبير جدا. من أول رئيس النادي. حتى أي مشاكل بتاع حسن. بيقدروا يلموا الدنيا بسرعة. لأن الراجل فاهم ومتفاهم كويس. وعارف لعبة مصر كلها وعارف عنظمة الكورة. فدي حاجة جهزة. هو درجة ناجح يعني. درجة ناجح وتتحسب لهم هم. إنما هما كا على الشكل والتقييم اللي انت قلتني عليه في السنة دي. هما كل سنة يمكن سنة فاتت. في سنتين كانوا في بقرة الضوء وكانوا في الأول أربعة. هما بيوصلوا دايما. ولكن ده بالحس الجماهيري اللي عندهم. مش سايبينهم. مش سايبينهم يروحوا. يعني. مش متعرضين لمطشاط بره ومطشاط. لا. هما عندهم كل حاجة. واخدين حقوقهم واخدين كل حاجة. إنما. وبيجيلهم لعيبة وبيخرج من عندهم لعيبة. وبيعرفوا ازاي يبيعوا ويشتروا. عندهم سيستم كويس. وانت قلت. وانت قلت. مدرب كويس. اه يعني. اي مدرب لما بيبقى تحت سكواد كويس. هو كمان بيطلع معا. صحيح. بيطلع معا على النتائج كمان. صحيح. فربنا ساهل إن شاء الله. بإذن الله. والنهاردة هيقدر الأهلي يتعامل مع السكواد بتاع الاتحاد. ويكوني سوق التهديف اللي أنا بقى. دائما بتركز عليه. بركز عليه. وخاصة مع فرأة زي فرقة الاتحاد. كابتن أسامة. نادي الاتحاد. في ظل التشكيل. النهاردة بيلعب. خمس أربعة واحد. بيلعب بأسلوب دفاعي. يعني. نقدرونه بالنسبة جدا 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 نهاردة. أولا يعني عنده أكتر من سبب. أنت قلتهم. غياب. غياب واحد زي ما قلو له. هدف الدوري. رغم أنه. أسل أموت البديل. أسل أموت البديل. أسل أموت البديل. ما عادوا احتياطي. أسلوب. فهو النتائج السلبية في الفترة الأخيرة. من خليها يبقى الآن. وعايز يعمل نتيجة إيجابية. هو بالنسبة له نتيجة الإيجابية مع النهار الأهلي. أنه يتعادل. كسب. أسلوب. هتبقى حاجة مفاجأة. عشان كده هو واضح. أنه مغير في شكل الفرقة. يعني حتى الماضيات اللي فاتت. بيلعب أربعة وراء. زي حرص الحدود. كان بيلعب خالد صبح. ومصاب إبراهيم. بس في العمق. وصاب الرحيل. وعمر حمد. النهاردة. بيلعب خمسة. ثلاثة. اللي هو حط مرس أليفه. كمان في نص الملعب. وخالد الغندور. محمد محمود. وإسلام ومحمد فرص. وغالبا إسلام. وإسلام في نص الملعب برد. مظبوط. إسلام من اللعبة اللي هي الأجنحة. اللي بتلعب نص ملعب وبتكمل. وبتكمل مظبوط. يعني ما بيلعبش قدامه على طول. فهو واضح أنه مركز جدا دفاعيا. هيركز أنه يقفل المواطن الخطورة في فرقة النادي الآلي. ويعتمد بقى على عمار حمدي مثلا من الجنب اليمين. صبر الرحيل. لأنه الاثنين بيقدروا يعمل قرارات عرضية كويسة. عمار عنده سرعة ومهارة في ناحية الجنب اليمين. إذا لعب بهذا الشكل يعني. وممكن يعتمد على ضربات ثابتة. ويخطف حاجة. يعني هو هيحاول يأخر أن النادي الأهلي ما يجيش فيه. يعني أصلي ما يجيش في الاتحاجون يعني. يأخر الوقت. ولعبة هجمة مرتدة. ضربة ثابتة. هو ده اللي هيقدر يلعب عليه النهاردة. خاصة في غياب مبلولو. وكمان زي ما قلت لك مقاعد قسطن أموتو احتياط. الحاجة الثانية. أنا شايف أنه الفروق بين الأهلي والاتحاد كبيرة جدا. وجدول الدوري هو اللي بيبين كده. 30 نقطة الفان. أولا 30 نقطة الفان. لما تيجي تتكلم على الأهلي جايب له. 52 اتحاد ليه 35. عليه. الأهلي عليه سبع أهداف. الإتحاد عليه 37 هدف. الفرق الأهلي في الأهداف 45. والاتحاد ناقص 2. يعني الفرق بين الأهلي والاتحاد 47 هدف. وكمان اللي قال اللي لعب 3 مطشات أقل. فأنا شايف أنه الاتحاد ابتدى كويس جدا. ولكن. أنا معرفش طبعا هم أضرب أسباب إيه. ولكن واضح أنه فيه. إنحدار في الدور الثاني باين جدا جدا جدا. صحيح. ولولا أنه هم من الأول جمعوا نقط بشكل كويس. كانوا هيتدهم يخشوا على مناطق اللي هي الخطر اللي كانوا فيها بعد السنوات اللي أخ. فأتمنى التوفيق لندي الاتحاد لأنه من الأندية الكبيرة. والواحد طبعا من الأندية اللي هي محبوبة للمصريين بصفة عام. ولكن نتمنى توفيق النهار دا النادي الآلي إن شاء الله نتمنى له المكسب. أنا أتكلم طبعا لندي الاتحاد. بصفة عامة يعني. في مهو خادم. بش في مهو خادم. كابتن عادل من خلال تشكيل نادي الاتحاد عنده بعض العناصر اللي هو بيعتمد عليها في الانتلاقات زي عمار من ناحية اليمين، صابري رحيل من ناحية الشمال وفي التحول من الدفاع للهجوم دول ليهم دول مؤثره كبير جدا ولكن بيعاني أيضا من تقدمهم عنده مشاكل في الخلف وراء واحنا عندنا واحدة لا مش قول سريع سريع الاتحاد يلعب ثلاثة ستة واحد ثلاثة ستة واحد تكلم على بيلعبه تمانية وراء مثلا لا التلاثة السرد بكياء يلعبه بتلاثة سرد بكياء أنا فاهم هيبع عمار حمدي ناحية اليمين صابري ناحية الشمال وسلف ومحمد محمود وخالد الغندر وإسلام عبدالنعيم كمانا ينزل مش الملعب انت لو حسبتها تلاقيها ثلاثة ستة واحد بثلاثة اللعب أو لو عاوز تعدلها تاني تقولها باللغة التانية هتقولها خمسة وهتقولها أربعة واحد لكن هما بيلعبها طالما بيلعب بتلاثة يبقى تتقال تلاثة ستة واحد لأن المفترض انك انت لما بتلعب بتلاثة سرد بكياءات وفلات لازم عندك الباكرايت والباكليفت يكونوا منطلقين تماما هو حتى حاطة يعني انت بتتكلم على العمار حمدي أصلا هجومي مشبكين طرفي مين أصلا صحيح وصبر الرحيل يمكن هو المدافع ولكن برضو عنده حتة الهجوم أكثر صحيح لكن عندك عمار حمدي هو اللي هيزيد قوي الحتة التانية المهمة اللي أنا عايز أقولها لكنه فرقة الاتحاد فيها ميزة وعيب كبير قوي الميزة لما بتاخدوا الثقة بتلعب وتشتغل بتبقى كويسة صح لما بيحصل فيهم موقف وبيهبط بيهبط مرة يعني ما عندوش السباد ده اللي هو زران حتى من المدربين متعارف عليه كده يمكن الفكر ده عنده اللي هو حتة انه طول ما هو ماشي واخد ثقة بيعلي لعيبته قوي يمكن اللعبة الاتحاد مرة واحدة تحس تلاقيه حتى في لغته هو لما بيتكلم معه يقولك أنا أمشي يحمل لعيبة الحاجات دي كلها عارفه كويسة فأول راجل في الفترة اللي هو يبقى فيه ده اللي هي فيه في آخر الموسم ده الفترة دي انه النهار ده المباراة المفترض ان هي مباراته اللي هتعدله كل حاجات صحيح وفي الآخر هسيبك عشان صحيح كابتن بلالك العادة السيناريو المتوقع لشوت الأول السيناريو يعني كوضعية النادي اللي في كل مباراة يعني بيحاول يدور على الهدف هيحاول انه هو يستغل المهارات الفردية والسرعات اللي موجودة عنده في المقابل يعني الاتحاد السكندري يخد بالك النهار ده على ما احنا شايفينه على الورق هيحاول يقفل بشكل كويس يعني هيقفل لي يا كابتن لانه عنده مشاكل في الحتة الدفعية مشاكل كبير جدا فالنهار ده مش عايز اقول مغير طريق اللعب لكن النهار ده بيحاول انه هو يلعب جيم مقفول شوي ملعبش جيم مفتوح ويعتمد على المرتدات او يعتمد على الكرات السريعة لكن في الاصل النهار ده هتلاقي بقيم الجيم مش هيتفتح الا اذا انت دخلته في الجيم كنادي يعني سيبت بقى عندك مسحات سيبت له فرصة انه يحضر بشكل كويس هيبتدي يخش معك في الجيم وتلاقي الجيم رايح جاي لكن النهار ده لو ضغط عليه من البداية هتلاقي بيلعب بنفس الطريقة اللي هتدي بها المبرأة وهي 5-4-1 او 5-3 يبقى هدف مبكر ان شاء الله ايضا النادي على كل المشاكل كل التوفيق النادي اهي ان شاء الله تحيي الفوز من البداية هنروح لفاصل ونرجى لحلقاتكم مرة اخرى بعد نهاية احداث الشيط الاول انتظرونا